مزال البحث جاريا عن مدرب جديد لمنتخب مصر ومزال البحث جاريا عن المعايير لسه يتم بها اختيار هذا المدرب اسم المدرب الجديد لمنتخب مصر مازال مجهولا شوية احنا بنتكلم مع كيروش وكيروش يطلع يقول انا مش هضر منتخب مصر الا مع ادارة محترفة وشوية عندنا ميزانية مفتوحة للمدرب الجديد لمنتخب مصر وشوية لازم يكون عنده خبرة افريقية وشوية لازم يكون واخب بطولات قبل كده كلها حاجات عامة جدا ما فيهاش معايير حقيقية معايير زي كده هو هيشتغل ازاي هيلعب بطريقة عاملة ازاي هيحط معدل اعمار قد ايه للمنتخب الحكاية مش هياخد كام ولا عمل ايه قبل كده الحكاية هيعمل ايه بعد كده ماهلو فيه معايير واضحة هتعرف تختار اه بالمناسبة اتحاد الكرة بيدور على مدرب ليه اسم كبير بس ده مش علشان ضمان نجاحه علشان ضمان ان الجمهور يرضى والفرق كبير اهلا بحضراتكم حلقة جديدة ده من رقم عشرة الحكاية بالنسبة اللي بتبدأ وتنتهي عند مدرب منتخب مصر او مستقبل الكرة المصرية عشان بقى اكسر عمقا واكسر وضوحا مش بس المدرب بس الكلام بقى عن كاس مصر عن فرقة هتنسحب عن فرقة راضية عن مين هيسعد للكونفدرالية مين هيسعد لدور الابطال كلها حاجات مهمة جدا بس بالنسبة لي مش قبل منتخب مصر انا مش هنسى ومش ههدى بصراحة كده انا مش هنسى اللي حصل من كام يوم ومش ههدى لما شوف اصلاح حقيق هتقول لي مين انت لا مش انا لو ما هدتش بقى الدنيا تهدت يعني لا بس انا مش هنسى عشان افكر حضراتكم وحضراتكم تفكروني نقعد نفكر بعد كده في الاول والاخر احنا معناش قرار احنا مش الحكم كمان احنا بس بنقعد ننور النور نقعد ندور نقول اتحاد الكورة بيعمل ايه دلوقتي هقولك حاجة انت دلوقتي لحد هذه اللحظة واحنا فات اكتر من اسبوعين على رحيل الكابتن اهاب جلال ما قلت ليش مين المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وانا قابل مش انا كريم انا المشجع المصري قابل بس قل لي يا سيدي المعايير قل لي انت بتختاري ازاي فهمني ووضح لي ووريني الصورة كاملة عشان لما تجي تختار اسم ما تلاقينيش بسقفلك او حتى بسرخلك وخلاص قل لي عشان همش معايا همش وراك حضرتك انت اتحاد الكورة المسؤول عن الكورة المصرية امشي وراك بس قل لي انت ماشي ازاي عشان انا لما مشيت وراك المرة اللي فاتت كعبلتني واقعتني على وش مش عايز دايح سلتاني حقي وحقي اي مشجع مصري قل لي هتختاري المدرب ازاي انا هقول لك شوية معلومات وهكمل معاك الكلام اتحاد الكورة دلوقتي فاتح ميزانية شبه مفتوحة مش مفتوحة قويان شبه مفتوحة للمدير الفني الجديد لمنتخم مصر يعني ايه شبه مفتوحة يعني ممكن تسمع ارقام عمرك في حقيقتك ما كنت تسمعتها قبل كده قبل ما كمل كلامة هتقول لي ايه ده هو مش من كم يوم كان مفيش فلوس في اتحاد الكورة ورئيس الاتحاد الكورة انسى الكلام ده انا هقول لك ان اتحاد الكورة وصل ليواكيم لوف الموديل الفني السابق للمنتخب الالماني بطل كأس العالم وحاول معاه والرقم اللي كان طالبه لوف كان رقم ضخم وكبير جدا لم يطفع في الكورة المصرية لا فريق ولا منتخب قبل كده ورغم كده اتحاد الكورة كان عايز ليواكيم لوف الراجل عايز يبدل في اوروبا الرقم دي رغبته مش تقصة بس مادية اتحاد الكورة راح لرانييري المدرب الايطالي الكبير بطل المعجزة مع ليستر سيتي سأل عن طريق وكلاء عشان بس اتحاد الكورة ممكن يطلع يقولك احنا ما تفاوضناش وبتاع لا بيحركوا وكلاء لعبين ويقولوا لهم شوفونا مدربين روح اتكلموا معاهم انتوا كده بشكل ما بدأ شوفوا عايزين ايه ولو كده نخش معاهم في مفاوضات رسمية فرانييري من الاسماء اللي اتعرضت على اتحاد الكورة واتحاد الكورة ابلو بس هو برضو نفس القصة عايز يبضل في اوروبا انا بقولك الاسمين دول ليه دول تحديدا عشان اقولك ان اتحاد الكورة حقيقي عشان بيبقاش اسمه برضو انتقاد طول الوقت وخلاص بيدور على اسم كبير لمنتخم مصر اسم له خبرات كبيرة اسم يكون واخب بطولاته وعمل انجازات قبل كده ده كلام محترم معاك بس الحكاية مش هنا وبس الحكاية مش هنا وبس الاسماء اللي انا قلتها دي ترضي الجماهير جدا بس الاسماء دي هتعرف بصراحة شديدة كده تشتغل في منظومتنا ما اخب بالك واللي قلت والايام اللي فات ده كل يوم احنا عندنا حاجات كتيرة اوي 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 محدكة تطوير كتير اوي هل احنا اشتغلنا على الامور دي ولا لا 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 لسه ما اشتغلناش هل شفنا قطاعات الناشئين لا هل شفنا البطولات لا هل شفنا ازاي نطلع لعبين المحترفين لا هتقول لي ما دي مهمة مدير الفني الجديد لاتحاد الكورة مش مدير الفني المنتخب صح عندك حق يبقى من باب اولى من باب اولى نلحق بسرعة نعين مدير الفني لاتحاد الكورة عشان هو اصلا اللي المفروض يختار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وهو الراجل هيحط مشروع او هيحط افكار حتى لو بشكل مبدئي يختار على اساسها مدير منتخب مصر هتقول لي ازاي انا بس هقول لك شوية كلام عميق شوية اوي اوي الراجل اللي كان مسؤول عن منظومة تطوير الكورة البلجيكية اللي انا هكلمكم عنه الحلقات اللي جاية بعد بكرة بالكتير هقول لكو دي حاجة كده نقطة فرعية عشان هدائما بنسمع فكرة انه ايه عايزين نقرر التجربة البلجيكية التجربة الالمانية التجربة الانجليزية وطبعا احنا لا عارفين تجربة ولا بتاعها احنا بس ايه شايفينهم بينجحوا فقولنا هنعمل زيهم هننجح ان شاء الله زيهم اه نجحوا ازاي ما بصناش على التجربة انا بقى هجيب لحراتكم التجربة عملوا فيها ايه بدأوا منين راحوا فين الراجل بقى اللي كان مسؤول عن الكورة البلجيكية دي كانوا في تصريحات قريتها من كام يوم وانا بسردش عن التجربة دي عايز افهمها ما انا مش عايز اردد كلامه وعد اقول ايه التجربة البلجيكية وانا وعد مني لحضراتكم بعد بكرة ان شاء الله كل حاجة عن التجربة البلجيكية هكون جايبه لحضراتكم هاش تفهمه هم تحركوا ازاي لمدة عشر سنين من 2010 لحد ما خدوا نتاج ده يعني في 2020 مثلا طيب يجي يقولك الراجل في تصريحات صحفية قالك انه لما اشتغلت مع الاتحاد البلجيكي كان بتواجهني صعوبات في الاول ايه هي الصعوبات قالك انه الاتحاد البلجيكي ما كانش فاهم قوي فكرة ان احنا يعني يلا تعالى نطور الكرة بس ما تبصش للنتائج هو يقول له لأ طور الكرة بس انا عايز نتائج وعايز بطولات وعايز انجازات يقول له لأ ما انت عشان تنجح محتاج سبع تمنت سنين ما تستناش بطولة ما تستناش انجاز ممكن تلاقي التعصرات كبيرة عادي احنا عمالين نبني فقالك انا انجحت معاهم لما هما لما هما وفقوا على افكاري دي لما ما استنوش نجاح دلوقتي هل انت حضرتك بقى في الكرة المصرية مستعد جمهور واتحاد ومسؤولين كرة وكل الناس دي انك تزبر على اللي جاي ليه الموديل الفني اللي جاي سين موديل الفني المنتخب مصر تحته الموديل الفني المنتخب الانبيل المنتخب الشباب المنتخب الناشئين مدير الفني لاتحاد الكرة المفروض يحط بلان لكل دول تحديدا اللي تحت المنتخب الاول تحديدا اللي تحت المنتخب الاول ايه هي البلان يعني في بلجيكا مثلا لما جوم يطوروا قالك ان الفرقة كلها والمنتخبات كلها في بلجيكا بتلعب 4-4-2 و3-5-2 وده في تطوير الكرة بقى مش جايد فتعالوا كلنا المراحل السنية القليلة في المنتخبات البلجيكية نلعب 4-3-3 دي الخطة اللي وضعت لكل المنتخبات وكل الاندية مش شرط مش كل الاندية الدرجة الاولى يعني مش الممتاز يعني مثلا ان ضلقت ما ألزمهوش نلعب 4-3-3 هيجي مداري بيقولك أنا ميل أنا بالكلام ده أنا مليش دعوة به بس عالقال ألزم الاندية كلها المرحلة الناشئين نلعب 4-3-3 في بقى كل بقى فرقة ومنتخب يغيروا زي ما عايزين بس يحفظوا الطريقة فوحدت الطريقة وحدت التعامل جاب مرحلة الناشئين بقى وجاب اللاعب بتاع الناشئين دوت وقال لك احنا مش نلعب مطشط ناشئين 11-11 لا تعالي بقى الأطفال السغيرين دول لعبهم 5-5 أنا مش عايزهم يلعبوا 11-11 90 دقيقة كل واحد فيهم يلبس يلمس الكرة مرتين عايزهم 5-5 هلعب بينهم بيهم خماسي على ملعب صغير واشوف مهاراته وتأقلها بعد كده نخليهم 8-8 لحد ما نقصوا 11-11 تفاصيل هشرح لكم خلال يومين تفاصيل كثيرة ده تطوير كرة عشان انت بقى تمسك اللاعب اللي عنده 8-9 سنين انت قرار دلوقتي تطور الكرة بمصرية فتجيب الأطفال طيب تخلني دك ده امتى 10-11-12 سنة لما اكبره بقى هل تتحمل هل تتحمل هل تقدر هل تقدر ما تقدرش بصراحة شديدة يعني انت بتتحكي على نفسك وبتقعد تقول انا عايز اطور الكرة هل تقدر تجرؤ انك تسمح ان المنتخب مصر ما يعملش انجازات الفترة الجاية مش هتقدر هتقول انا عايز اكسب بطولة وعايز اطور الاتنين في وضع زي اللي احنا فيه ده مش هينفعل الاتنين مع بعض صراحة فركز في التطوير عشان كده لازم مدير فني الاتحاد الكرة بسرعة قبل المدير فني المنتخب مصر يقول لنا احنا نمشي ازاي لكن ان احنا بنعمله ده دلوقتي في اللحظة دي انا شايفه برضو انا اسف عشوائي مرة اخرى والدليل احنا بقالنا اسبوع كلنا كل الاعلاميين وكل الصحفيين بناء على تصريحات من اعضاء اتحاد الكرة المصري بنقول ان كالوس كيروش قريب من تدريب منتخب مصر مرة اخرى هم اللي قالوا هم اللي قالوا في اتحاد الكرة وقالوا ان احنا بنتوصل معاه وقالوا ان احنا بنتفاوض على الراتب وقالوا حاجات كتيرة جدا وطلع الكلام ده كله مش حقيقي وطلع الراجل ليه عندنا فلوس ولسه واخدها قريب واختلفوا على الغرامة بتاعته مش فارق معاي بقى كسة الغرامة تقدر تدفعها لا يعني القانونية انك تدفع الغرامة بتاعتقلص كيروش انتهى الاهمية انك بتضحك علي بتضحك علي اتحاد الكرة بيتحك انا مش انا مش واصل يعني هتجي تقول لي بكرة انا بتفاوض مع ابي بجردوها مش اصدقك انت يعني اصلا انت في الظروف اللي احنا فيها دي مش المفروض تضلل ابدا تبقى واضح جدا تبقى واضح جدا ليه اتحاد الكرة الفترة اللي فاتت كلام كتير واخطاء كتير وامور كثيرة واضح جدا بصوا يا جماعة انا فاكر بس اتذكر الاسمام عشان ده لسه فاكرها دلوقتي وقت الكابتن سامير زاهر وقت اختيار بوب برادلي واتمنى زملاء في الاعداد يذكروني كمان عشان لسه جايل الوقت وقت الكابتن سامير زاهر وقت اختيار بوب برادلي كان بوب برادلي معه اثنين مرشحين كمان كان معاه اثنين التلاتة دول اتحاد الكرة أعلى إن احنا بنتفوض مع واحد فيهم التلاتة دول اتحاد الكرة قال إن احنا بنتفوض مع واحد فيهم وهنعمل لقاءات معاهم وهنعمل خد بالك ده من سنين من وقت بوب رضلي ايه المشكلة إن احنا نعمل كده اطلع قولي احنا فيه تلات أسماء مرشحة والتلات أسماء المرشحة دول تبقى لمعايير واحد اتنين تلات اربعة طيب بعد ما انت حطيت المعايير دي يقعد معاهم مقابلات شخصية زي ما بيحصل في أي دولة في العالم اللي اقولت الكلام ده أكتر من مر لكن ايه انت بتخبي عليا ايه انت مش نادي انت منتخم مصر انت بتخبي ايه يعني انت لو بتفوض فعلا ما عم داري بقول احنا بنتفوض لاتي مع فلان وفلان على فكرة كل المنتخبات العالم بيعملوا كده يقولك احنا نحطين لست من عشر أسماء بنشتغل عليهم واللي يجي يجي واللي يجي يجي ليه كل حاجة في حياتنا بدون ما نقصد ليه كل ما بنيجي نعمل حاجة نحطها في إطار السرية ايه ده ليه ليه كل حاجة بقتفحفتنا السرية لا لا مش هنعلن دلوقتي لا لا مش هنقولك المعايير لا 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 الأسماء اللي احنا بنتفوض معاها دي حاجة تخص اتحاد الكورة لا ما تخصش اتحاد الكورة تخص منتخب مصر تخصنا كلنا تخص الشعب المصري والجميع المصرية كلها وريني وريني كان وقتها مع برادلي ماتورانا طبعا الأسطورة الكولومبية والصربي زوران بلوفيتش دول اللي كانوا مرشحين مع برادلي وقت الكابتن سامير زاهر انا افتكرت دلوقتي وقت الكابتن سامير زاهر افتكروا التلت اسماء دول وافتكروا الكسة بتاعتها انا والله حضرت معايا دلوقتي عشان كنت حضرها صحفيا وكنت متابعة كويسا كنت معجب جدا بالمثل ده رشحت تلاتة والتلاتة اتكلمت معاهم والتلاتة اعلانوا للمنتخب مصر اتكلم معاهم وشفت في الآخر ان الافضل بوب رادل سهلة والامور كانت واضحة اخد بالك التلاتة اسماء دول كانوا بيتردد اسماءهم في الاعلام والصحفة كل يوم بشكل واضح ونقعد بقى نفكر احنا احنا بقى كصحفين واعلامين ما ترانا افضل ولا مش عارف السربي زوران ولا بوب رادلي ونقعد نقيم شاركونا معاكم لعله وعسى يبقى رأينا مفيد برضو مش بتكلم رأي إعلامي رأي الشعب المصري الجمهير المصرية اسمعوا من الناس ما احنا جرمناكوا لما اخترتوا وما طلعش حاجة عظيمة بكلام كنتم مرة أخرى برضا عشان أنا بحب أوضح وأكرر كل شوية طول الوقت كامل احترام للكابتن أقاب جلال مدرب كبير ومدرب محترم والخطأ كان عند اتحاد الكرة مش من عنده هو فهو براكسه بس عشان الكلام ما يجيش انه حديثي على الكابتن أقاب جلال اتحاد الكرة اختار وهو اللي قال اختارت غلط أو تسرعت في الاختيار شاركنا بقى شاركنا الفترة اللي جاية أصلاحنا مش هينفع لقدر الله نعيش مأسويات تاني طيب المدرب اللي هتختاره لازم تديله وانت بتتكلم معا كده وانت بتمدي معاه المسندة الكاملة والدعم الكامل وتقوله كده بشكل واضح أنا جايبك عشان تعمل لنا منتخب محترم منتخب كبير ومعاك عدد سنوات معايا نفس المدرب اللي جاي المنتخب مصر يتقال كده في الاعلام احنا وقعنا معاه أربع سنوات علىقل ما تجيش تقول لي بقى سنة ولا سنتين أربع سنوات علىقل ده أربع سنوات قليل جدا بس يقول لي أربع سنوات وبقى جدد معاه عشان يعمل مشروع حقيقي المنتخب مصر يتقول له بقى إيه أنت لو ما كسبتش كاس الأهم الأفريقية عشان منتخب مصر أكتر منتخب كسب كاس الأهم الأفريقية لو ما وصلتش كاس العالم واخدت كاس العالم وعملت مش عارف إيه وتقعد تقول في أحلام وانت على أرض الواقع لا تملك كل هذه الإمكانيات أنا بتكلم عن الإمكانيات البشرية تحديدا على مستوى اللاعبين دلوقت انت مش جاهز انك تعمل كل الإنجازات دي فسيبوا يبني سيبوا يبني واشتغل بس ونا بطلع قولونا المعايير على أقل المعايير لو مش تقولنا أسماء المدربين قولونا المعايير واحد اثنين تلاتة اربعة عشان نتطمن ما تجيش تقول لي أنا جبت لك اسم كبير ودفعت فيه مئة مليون ألف جنيه وأرقام مش هنبسط يعني مش هفرح مش هنباهر قولي أنا جبته عشان واحد اثنين تلاتة اربعة لكن ما تقوليش أنا جبته عشان هو انتوا عارفين يا جماعة يواكيم نوف دا اللي خد كاس العالم مع ألمانيا يا سلام على عينيه عراسي ما انت لو قلت لي بكرة هجيب بيب جاردول أنا متأكد بيب جاردول هيفشل معانا متأكد مليار في المية يعني مش اسم المدرب عشان هو أعظم مدرب في العالم هينجح معانا باللي احنا بنعمله دا مش شرط يعني فلازم الاخترار تبقى لمعايير وبعد كده حط عليها الاسم مش تجيب الاسم وتقول ايه أنا جبت دا عشان معاييره كذا كذا لا أو يعني عشان هو خد بطولة لا أو عشان هو الرقم بتاعه قليل أو كبير لا معايير طيب تعالوا نشوف الـ 24 ساعة اللي فاتت اللي حصل بين كالوس كيروش واتحاد الكرة من اتهامات متبادلة تعالوا نشوف اتحاد الكرة بدأ منذ فترة قصيرة التفكير في عودة كالوس كيروش مرة أخرى لقائد منتخب مصر خلفا للمدرب إهاب جلال وبدأ بالفعل في فتح خط تفاوض مع المدرب عن طريق اللواء حلم مشهور عدو المجلس والذي يرتبط بعلاقة جيدة مع كيروش ده لو الكلام كان مضبوط من اتحاد الكرة والله هو أعلم ثانيا سالسا دي على طول يا جماعة مش عارف ايدي بقى سانيا ولا سالسا سانيا بعد أن بدأ الاتحاد فيه التفاوض مع المدرب البرتغالي خاركت العديد من الأنباء تشير إلى أن المدرب رحب بشكل مبدئي لكنه لم يمنح الاتحاد إجابة قطاع للعودة وهما ألمح به حاز إمام عدو مجلس الجبلاء في أكثر من تصريح صحفي وتلفزيون ثالثا بداية المرحلة الجادة في عاملية التفاوض مع كيروش كان بطلب بالبرتغال الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من ولاية الأولى قبل أن يوفق بشكل نهاي على العودة وهما تسبب في تعطيل حسن موقفه حتى أعلى انتحاد الكرة تحويل المستحقات المالية المدرب في الساعات الماضية رابعا بعد أن كان الجميع يتأهب لسماع النبأ عودة كيروش لكياد المنتخب فجأنا المدرب ببعض التصريحات التي نفى فيها تحويل اتحاد لمستحقاته المالية في حسابه البنك بل وانتقد مجلس الاتحاد والمدير التنفيذي وليد العطار بشكل لازع ووجه اتهامات كثيرة له الأمر الذي أشعل أزمة كبيرة بين الطرفين ما زاد الأزمة اشتعالا هو تسريب كيروش بأن الاتحاد قام بخصم العقوبة المالية التي وقعت عليه خلال بطوط كاس وهم رفكا واتهامه لمسؤولي الجبلاء بأنهم زوا وجهين خصوصا وأنهم يعلموا بأن العقوبة التي وقعت عليه لم تكن بسببه هجوم كيروش على اتحاد الكرة من خلال التصريحات التي أرسلها للصحفين قضت على فكرة عودته لتدريب المنتخب مرة أخرى خصوصا بعد أنقام مسؤولي الاتحاد بتسريب بعض المحادثات بينهم المدرب البرتغالي لتبرية صحتهم من اتهاماته بجانب التأكيد على أن طلب المدرب الحصول على الغرامة التي تم خصمها منه لعد مخالفة مالية طيب طيب ده الوضع بالنسبة لاتحاد الكرة والمدرب القادم إن شاء الله لمنتخب مصر لعله خير بالمناسبة هو فين الخبير التحكيمي الأجنبي تلاتنبرج فينه لحد دلوقتي أقولك أنا فينه أقولك أنا فينه غالبا هيجي غالبا هيجي بس فيه مقومة كبيرة وضخمة من أعضاء في اتحاد الكرة ومن رئيس لجل الحكام الحالي مقومة كبيرة لقدوم الخبير التحكيمي الأجنبي وأنا هتكلم معاكم بصراع في النقطة دي أولا المتبني القصة دي بشكل واضح هو الكابتن الكبير كابتن حازم إمام الراجل بتاع الكرة الراجل اللي فاهم كرة الراجل اللي عارف الكرة وخيرا فعل ليه؟ ما احنا يا جماعة بأن زمن الزمن بندور في نفس الدايرة نفس الأسماء نفس الأشخاص بيتغيروا بيروح وييجي فلان بيروح وييجي فلان فلان يبعد ييجي الفلان الأولاني واح كذا رايحين جايين في نفس الناس حسينا بتطوير في التحكيم؟ لا ارتاحنا نفسيا؟ لا وكل شوية حد يطلع يقولك هو أنتو ليه مصممين تقللوا من الحكم المصري يا سيدي والله ما بنقلم من الحكم المصري بنزاهة الحكم المصري بجودة الحكم المصري بمهارات الحكم المصري بس الحكم المصري برضو عنده بعض الأخطاء الواضحة نعليجها نعدلها قدام اللي مسؤول عنه ما عارفش يعدلها نجيب حد من برا يعدلها لمصلحة الحكم المصري اللي أنت كل شوية هتنتقدني وتقول لي هو أنتوا ليه بتقللهم الحكم المصري بالعكس ده إحنا عايزين مصلحة الحكم المصري ده إحنا عايزين تكريم وتقدير الحكم المصري إحنا عايزين الحكم المصري يبقى موجود في كاس العالم أدام جربنا اللي فات ومطلعش كويس مش عيب نجيب حد من برة يعلمنا كلنا يفيدنا كلنا أقولك الأنقح ما تجيبونا واحد من برة عشان خاضر لعله وعسى يعرفنا قيمة اللي عندنا المسؤولين بتوء التحكيم اللي عندنا يعرفنا قيمتهم بقى لأ كده نقول ساعتها لا لا ما نجيبوناش حد من برة ده إحنا اللي عندنا كنز سيبونا نجرب هو عيب ما في دول كتيرة حوالينا عملوا كده وجربوا ونجحوا نجرب لكن فكرة إنه أنا الحكم اللي حكمت في كاس العالم مش كلهم بلاش يعني مش كلهم بعد كده مسؤولين جايدين ما في لعيبة كتيرة كانت لعيبة وقت كاس الأمم وقت كاس العالم وأساطير مرضونا الله يرحموا كان لعب عظيم وأسطورة وعمل كل حاجة في الكورة وفي الآخر ما كانش مدرب جيد فعادي يعني بتحصل يعني مش لازم كل شوية يعني الفكرة بتاعت المعايلة اللي هو ايه ما احنا لعيبنا كاس عالم ومش يعني تمام برافو وحاجة فوق الراس وحاجة نفتخر بيها بس ده مش شرط يخليك حتى بعد كده على فكرة مش بتكلم بالمناسبة وبشكل واضح مش بتكلم عن كابتل نصفة ما بتكلم عن أي حد مش لازم يكون هو ده الريفرنس بتاعنا ممكن ما في حاجات مشوف نهاش جيدة ده فيما يخص النهاردة قرعة دور 16 من كاس مصر سألقوا الاول نتائج القرعة وبعد كيها تعاون دردش شوية عشان لها رأيه فيها الزمالك هيواجه الاسماعيلي دور 16 المصري هيواجه Eastern Company وإنبيا هيواجه البنك الاهلي الاهلي هيواجه مصر المقصة والبراميز هيواجه سيراميكا كليوباترا والمكل العرب هيواجه الجونة وطلع الجيش أمام منتخب السويس واسموحة قدام كفر الشيخ دي القرعة النهاردة طيب بعد القرعة الاسماعيلي انسحب من كاس مصر هكلمكم عن القصة دي وحكاية الاسماعيلي والانسحاب من كاس مصر وهقول لكم رأيه ربما يكون مختلف شوية في هذا الأمر ولكن نشوف تقليل عن سحب القرعة النهاردة ونرجع نكمل كبير تلك مع الاسماعيلي المصري مع استر كامباني انبي مع البنك الاهلي بيرامتس مع اسراميكا الاهلي مع المقصة المعولين مع الجونة طلاع الجيش مع منتخب السويس سموحة مع كفر الشيخ دي مباريات دور الستاشر قرعة كاس مصر مسم 21-22 دور الستاشر سموحة بإذن الله هنلاعب كفر الشيخ وتم تحديد الملاعب من أول محادثة للاستاذ عامر حسين الانديها المذكورة أولا هتلعب في ملعبه مافيش ملعب محايدة في كاس السنائدي كاس مصر له نظامه أقدم مسابقة في الكرة المصرية النادي الأهلي صاحب الامتياز الأكبر في الفوز بكاس مصر أمدع عريقوة أخذيك كاس مصر الحمد لله نادي سموحة كان له الشرف إن احنا دعب لتنين نهاية كاس مصر وبإذن الله السنائدي بأننا شأن بإذن الله في هذا الكاس القرعة هتبقى أول وثاني الدوري السلفاتت هتبقى موجهة يعني أخذ أول وثاني حتى زمالك في مجموعة والأهلي في مجموعة وبعدين ابتدى ياخد المجموعة ابتدى ياخد بقى الفرق التانية يشوفها مين هيلعب مين في الملاعب اللي هي اختارها في الأول فإحنا الحمد لله طلعنا في التمن فرق اللي هم اللي هيلعبوا على ملعبهم وهنلاعب فريق جونا بسد من أولي العربي إن شاء الله بعد القرعة مباشرة الإسماعيلي أعلن انسحابه من كأس مصر اعتراضا على توجيه القرعة لصالح الأهلي والزمالك اللي والزمالك بعد عن مواجهة بعض إلى المباراة النهاية معايا عبر الهاتف المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي يا فندم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور صباح نور يا فندم أهلا بيك يا فندم الإسماعيلي كان غاضب النهاردة من توجيه القرعة وسؤال الأول لحضرتك وبشكل مباشر لماذا لم يعترض الإسماعيلي أثناء إجراء القرعة أو قبل إجراء القرعة تم الاعتراض ولكن ومسجلة حتى فيديو إن مندوب الإسماعيلي أعترض وحاول يكلم من كافة نعمر حسين بس ما ردوش عليهم واعتبروه وقالوا له في الأول قبل القرعة احنا بعد أي ملاحظات بعد القرعة استنوا ربعا بعد القرعة خيادوا وعضوهم ومشوا كلهم مشوا ما سمعوش من حضرتك طيب الكابتن عامل حسين بيقول إنه الكلام ده معمول به منذ سنوات لماذا اعترض الإسماعيلي في الزرمان منذ سنوات مخالف للوقع حتى لو كان معمول به إجاء الوقت للتصحيح يا بندس عليش ما فيش حاجة كده أقول لي كاس إمتى اتعامل إن الأهلي في مجموعة والزمالك مجموعة طب إبرز الأهلي ما كانش يترشح أو الزمالك أنا عمجيه بإيه كان عامله برضو مجموعة سين أقول لي أسلس عشان إيه مين اللي قال الكلام ده بين البنت تكابل فرص كده أجاب بين تكابل فرص بهذا الإسلوب قل لي طب إين اللوايع سيبدول كده إيه اللي هو بقالها سنين أنا مالي سنين إنته ماشي غلص ما عليش قالك غلص أنا بقولك أنت غلطات ومخالف اللوايع واللوايع بتاعت التعادل مصري كمان أنت بخالف إنه هو إنك إنت أصلا تكابل فرص أساس النظام اللوايع بتاعت الاتحاد الكور بين تكابل فرص إنه ما نفعش هذا كلام أنا ما أحترامي له رد يعني لو أخذيه رد أنا بقولك هبعدك رسالة رسمية للاتحاد أقول له يا بيه أنت خالفت اللوايع وهذي النظام من خلف اللوايع رد علي تحت أي قصص عمالة القرعة رد علي والله أشيره بارك وقال لي كويس ما ردش أنا ألجأ لجهات أخرى الجهات الأخرى الخانونية الجهات اللي هي حاجة أثناء لجنة الاستناف في إتحاد الكورة أو لجنة الانضباط في إتحاد الكورة حاجة كده يعني بهاجم تعمل لجنة تعمل مستشاريين يقول والله هذي النواع دي صح أو مستح القرعة دي دمت بتكافئ الفرص أم لا لو مبدأ تكافئ الفرص موجود أهل الوسافة آآ يعني لو مبدأ بعد كده هاجع برضه لإيه آآ آآ الفيفا أو الامتحاد الدولي آآ ثم بعد كده عندي مركز التحكيم الرياضي المركز التحكيم بتاع المحكمة المحكمة الرياضية الدولية بعد ذي محكمة الكهات في الآخر محكمة الرياضية هاي اللي تشت يعني في الآخر لكن قد ما نلجأش إذا هم اعترفوا بالحق والإعتراف بالحق فضيلة الشعب أبدا أنهم يعترفوا بالحق ايه المشكلة يعني ما عندناش مشكلة خالف وأنا بقولك كده أنا هبعث له هذا الكلام خلال 48 ساعة هبعث له الانتحار لأنه هو عمش حيرد لو رد علي خيره بارك ما ردش علي يبقى أنا خلاص أعرف رد من رجلي يبقى هو مطر قد يكون خطب بتاعي وأنا بقولك أنا بقولك على هاوة قد يكون مبدأي في هذا الموضوع قد نقول ايه يا جماعة طالما الاتحاد رد خلاص وقال ما لأ خلاص هنعيد البطهان خلاص هنستمر وما بيش مشكلة خالف طيب هل كان هيبقى قرار حراك هو الانسحاب أيضا لو القرعة ما وقعتكش مع الزمالك نفس الشيء والله أنا باتكلم على مبدأ الشفافية بغض النظر والله أنا أنا بالعجل تعيد أن أنا قابل الزمالك ومش شابت الزمالك هو اللي يغلب أو الإسماعيلي هو اللي يغلب مش احنا بنلعب من أجل متعة كرة القتل ويمتع الجماهير إذا كان الامتاع بغير عدالة لأن الجماهير مش هتبقى مقصودة خلي بالك الجماهير اللي لا عادة تبقى فيه شفافية وفيه عدالة بين الاندي بس أنا 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 طبعا باحترم الاهلي احتراما كليا والزمالك طبعا على فقراتنا وهو قيمة وقامة بس برضو الإسماعيلي مثلث الكرة المصرية وتاريخ الكرة المصرية صحيح ما تضعش يهمله كده بالشكل ده ودقول لي أنا أحط درجة ربعة ينفع بسميتك ينفع الكلام ده أنا أحط درجة ربعة لا طبعا الإسماعيلي واحمل الأكبر واحمل عندها المصرية طبعا مفيش خلافك طيب أنا أعكد حركة لنقطة تانية تخص بقى كرة القدم في الإسماعيلي والأداء بدأ يتحسن ونتائج بدأت تتحسن روايدا وفي نص الكلام ده اللعيبة الأجانب بدأت تخرج من نادي الإسماعيلي بدأت تكتب حاجاتها على السوشيال ميديا أنها معترضة على مستحقتها وخلافه هل الأمور الأزمات الملايا في الإسماعيلي مازالت قائمة أو الأمور تتحسن أيضا مع تحسن النتائج لا لا والله أبدا واللعيبة الأجانب خلي بالك اللاعبين دول بتوع أمريكا الجنوبية أو أمريكا الجاتينية هم اللي بس كان هو محامي واحد للاثنين بالصدفة ويبدو أن هو طبعا مصرر لكن أنا أقول لك حاجة برضو اللوايع والقوانين بتاع السيفة هتجيب لنا حقنا وهتجيب لنا قيمة العقد الساعة اللي هو مليون ونصر كل واحد دولار أحنا هم نصالب بتعويض عن هذا الكلام هي مرتب اللاعب لأن اللاعب بتقول كده إذا اللاعب ماشي بدون أي سبب وسبب منطقي هو ماشي أنه بدون سبب منطقي لأن الفلوس بتاعتهم موجودة في الحسابات وعرضناها عليهم مرة واثنين وتلاف ما قام لاش نعمل ايه طيب قولي إيه الإجراء صحية بقاش مشكلة إن شاء الله احنا عنرفع قضية ويعني الساذة النصر عزام المحام المشبور فهو اللي حيتبنها في المحدة الدولية بس طب مننا وطب من جمال الإسماعreto يا بشمهندس الأمور فعلا مستقرة دلوقتي فالإسماعيلي والأمور الإدارية والملك لك تابتني يعني بس والله الإسماعيل المستقر والأداء أفضل إن شاء الله اننا فيجة يعني أداء أفضل والمتائج تبقى تكون اللي جاية تكون أفضل إن شاء الله ونفلع من الكابة بتاعتنا اللي حتى تكون كلنا نحب الإسماعيل وكلنا نحب نشوف الإسماعيل في أفضل حال يا فندم أنا بشكرك شكرا جزايا على هذه المداخلة طيب هقولوكوا رأي في القصة دي بصوا مبدأيا كده أنا قريت تصريحات لكابتن عامل حسين بيقول فيها أنه لأمور التصريحية وأمور حاجات كتيرة كده احنا بنتطر نوجه القرعة وتفاصيل من هذا القبيل ده في وسط تصريحات كثيرة قالها النهار بس أنا مسكت الحتة بتاعت الأمور التصريحية دي تعالي نتكلم عليها من كذا شقة الأول قبل ما نروح للتصريحية دي القصة التصريحية دي أنا قريت له برد التصريحات أنه بيقول ده بيحصل فيه بطولات كبيرة أنه يحصل توجيه القرعة أنتم متشوفوش دولة أبطال أوروبا وخلاء يعني لأ دي مختلفة عن دي دي مختلفة عن دي كأس أي بلد كأس البلد يعني كأس ملك أسبانيا كأس إنجلترا كأس فرنسا كأس أي كأس في جنوب أفريقيا في أي حتة الكأس لا يوجه ليه أن الكأس هي بطولة للجميع وارد جدا أنه في ريه من درجة تالتة هيبقى في النهائي وارد جدا أنه في ريه من درجة تانية هيبقى هو اللي في النهائي وارد جدا أن تشوف ريال مديد وبرشونا بيلعبه في دور التمانية في كأس أسبانيا دور الستاشر في كأس أسبانيا عادي أي فرقة بتواجه أي فرقة فخلينا في الحتة بتاع التسويق يعني الأول مفيش حاجة اسمها حقيقي يعني في أي مكان توجيه قرأة كاس البلد أو كاس الدولة أو كاس الاتحاد ده مفيش الكلام ده ده مش موجود نحط تانية لحتة التسويق دي بالصراحة بقى النقطة اللي أنا محتار فيها شويتين تلاتة وهشارككم رأي أولاً لإسماعيلي عنده حق أي ناديا على فكرة وأنا اسمعت برضو مصر مقصم أو طالد وخلافه أي ناديا عنده حق كل واحد عايز يحس إن القرأة أنا زي غيري أنا زي غيري بس الأمور التسويقية دي بقى هي حقيقة مهمة احنا بنخفلها كتير 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 في أمور كثيرة في حياتنا في الكورة يعني آه الأهل والزمالك لسبب أو لآخر هم أكبر قوتين تسويقيتين في الكورة أو في الرياضة في مصر هم بقى شطرين هم اشتغلوا على ده السنين اللي فاتوا هم قدروا يكسبوا بطولات هم قدروا يجيبوا لعيبة كبيرة هم قدروا يشاركوا في بطولات أفريقية فده خلاهم قوتين تسويقيتين كبيرتين تمام؟ الإسماعيلي بعد المصري بعد الاتحاد بعد هو أنت مش بس عشان فرقة جماهرية فأمورك التسويقية تبقى جيدة لأ لازم تكون بتنافس لازم تكون بتشارك لازم تفاصيل كثيرة جدا تخلي إمتك التسويقية كبيرة طيب هل ده معناه تاني أنه ناجحة الكل الأندية عشان قالوا يزا مالك أكبر كمتين تسويقيتين هم بس اللي يشاركوا في النهاية لا طبعا وإلا كنا وفقنا ريما ديدوا برشنوا هما بس أو تبقى القرى موجهة في كاس مالك أسبانيا وريما ديدوا برشنوا عشان هما برضو أكبر قوتين هما اللي يسعدوا لإنهاء أو تبقى القرى موجهة اليوم إنه هما يوصلوا للإنهاء ما فيش الكلام ده بس إحنا الحاجات عندنا دخلة ببعض بمعنى إيه بمعنى إنه الأرباح اللي هتوصل لكاس مصر اللي هتوصل هي أرباح في الآخر بتسدد الفلوس بتاعة الإسماعيلي في الدوري أمور تسوقية هنا والمصري والاتحاد وكل الأندية تمام فهي مشبكة ببعض إنت من مصلحتك مش كرويا ممكن ماديا إنه الأهلي والزمالك يبقوا في النهائي بس طبعا كرويا ورياضيا وجماهريا وخلاف وإنت لأ عايز القرى عفير وتوصل إنت النهائي وتكسب البطولة بس تسوقيا مش هتكسب قد ما الأهلي والزمالك هيكسبها تقولي طيب وإنت عايزني إزاي إمتى التسوقية تكبر لنهاية آه عندك حق عندك حق بس الديني الأول المؤشرات اللي بتحصل في الدوري ما آه طبعا إنت لما هتوصل لنهاية كاس مصر إمتى التسوقية تزيد شوية لما تبقى كويس في الدوري تبقى تزيد أكتر لما توصل لبطولات أفريقية تزيد أكتر كل دا لي 8 فلوس فأنت عشرة تاني ينجح بطولة هو ليه بالمناسبة يعني ليه بنلعب كاس مصر تاعة الموسم اللي فات والموسم ده والدوري مكملينه لا عارفين نلغي دوري ولا عارفين نلغي كاس ولا عارفين نلغي حاجة عشان أصلا لو لغينا أي حاجة الكل هيتضرر الكل هيتضرر أهلي وزمالك وإسماعيلي وكل الأندية يعني حتى لو حد قالك تعالي نلغي لا مش هيبقى صعب ليه تا عندك الاتزامات مالية مش في شركات راية شركة سين وصاد وضوضو الشركات دي لما هتيجي تديك فلوس هتديك فلوس على إيه على مشاركاتك في البطولة طب البطولة تلغت مش تاخد فلوس طب لو ما خدتش فلوس مش تاخد تسدد فلوس اللي عقود اللي عندك عشان كده الأندية مع ضغط كل المباراية دي هي مضطرة تشارك في كل البطولات أنا قريت أراء النهار ده يقول لك إيه هو ليه الأهلي وزمالك ما ينسحبوش من الكاس الجيد ما هم مرهقين أو مش عارف هي قصة مش بالسهولة دي يا جماعة هي مش قصة كرة وبس أنا مش عندي لعابين بتفعلهم فلوس كل سنة وأقود كل سنة قد كده أهو لما هنسحب من البطولة ده معناها أن أنا كسبت فلوس رعاية خسرت فلوس رعاية وخسرت فلوس بسيبك من فلوس الفوز بالبطولة أو خلافة عشان مش تبقى فلوس كتير بس في تفاصيل كثيرة مالية بتجبر الجميع غصبا عننا كلنا أني احنلعب كل البطولات دي من فلوس بس بقى وفلوس إعلانات وحاجات ممكن نبقى نجيب فيها ما تخصيني تكلموا فيها أفضل مني بس بقولك الحاجات اللي تبقى مفهومة واضحة المفهومة واضحة للجميع يعني حتى اللي مش دارس هي بقى فاهمة من برة أكيد لها دواخل كثيرة وعميقة أكتر من الكلام اللي بقوله ده بس هي سهلة واضحة أو قبل ما بتقول إلغي أو مش هلعب أو هتفجرك الإسماعيل مثلا لما هينسح من البطولة دي ما هيخسر فلوس ما فيه فلوس من الرعاية بتدفع له للمشاركاته في كاس مصر وأخلافه هيخسر فلوس في الآخر يعني مع كامل الاحترام ممكن يرجع عشان ما يخسرش فلوس دي عشان عنده عود لعيبة وأخلافه ممكن يرجع على فكرة من برة كده هقولك لا ما حدش يقولي إن القرع بتاعت الكاس تبقى موجهة ما ينفعش ومصم معه ده ورأي والإسماعيل وأخلافه هيبقوا مظلومين طبعا بس في حيطة تانية عشان إحنا عندنا الدنيا منغبطة ومش سليمة ومش مظبوطة وعمين نخبط في بعض من الزمان وكله مسؤول حتى بما فيهه من نادي الإسماعيلي ما هو أنت النادي الإسماعيلي ده اللي اتأخر في الترتيب اللي ما بقاش في مكانته يعني مونسي حيكون بيتكلم على الإسماعيلي تالت الأهل والزمالك من إمتى بش مونس بقاله قد إيه تالت بقاله قد إيه زمن الزمن فالإسماعيلي هو نفسه اللي ضحى بالمكانة دي هو هو بنفسه بعيد بقى عن كل العوامل الخارجية هو بنفسه اللي ضحى أنه يكون تالت الأهل والزمالك يعني عموما هي يعني إيه يعني سطر في لغبطة كبيرة قوي بنعيشه طول الوقت في الكرة طول الوقت سحبات وأزمة ودوري وكاس ونسحب من هنا وتعالي لعب هنا وقل لي مش نشارك هنا ونلعب باتنين كاس في مصر في وقت كل حاجة متلامة كل حاجة كل حاجة يلا تعالوا نروح على أخبارنا النهاردة بيرس تاو أصيب بالتمزق في العضلة الأمامية هيغيب عن الأهل لمدة شهر هو أصيب في التدريبات الدكتور أحمد أبو عبلة قال أنه هيغيب شهر والمباراة اللي هيغيب عنها بيرس تاو غالبا هتكون سموحة والجونة مباراتين وفيوتشر وبرامدز وليسماعيلي ومصر المقصة بجانب مباراة بيرامدز اللي هي النهاردة في كأس مصر طيب قائمة النادي الأهلي لمواجهة بيرامدز المواجهة الكبيرة جدا في كأس مصر هتكون القائمة كالتالي محمد الشناوي مصطفى شبير حمزة علاء في حراسة المرمى ومحمود متولي ورامي ربيع وبدر بنون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع خط الوسط هيكون فيه أليو دينجي العائد من الإصابة وعمر السلية وأحمد نبيل كوكا ويا محمد أشرف وزياد طاري وأطار محمد طار ومحمد مجد أفشا وليد سليمان وفي خط الهجوم هتواجد صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف أبرز الغائبين عن قائمة النادي الأهلي علي لطفي وآيمن أشرف ومحمد محمود وابيرس التاو وحمد فتحي وحسين الشحات وإحمد عبدالقادر ولويس ميكيسوني وعمار حمدي وأكرم توفي فرقة تكلم فرقة 11 لاعب فرقة غايبة عن الأهلي فرقة فرقة غايبة عن الأهلي بس اللي موجودين تقال برضو بصراحة يعني قائمة الأهلي مليانة نجوم مليانة أسماء كبيرة المهم بس يخشوا في المباراة ويتحسنوا في المستوى بس الأهلي يقدر يعوط غياباتهم رامي ربيعة العائد مؤخرا لمستوى والعائد مؤخرا للمشاركة أساسيا مع النادي الأهلي توقع عرضا خالجيا للرحيل عن النادي الأهلي العرض الخليجي جاي من نادي السلية القطري العرض هيكون ضم رامي ربيعة في بداية الموسم الجديد رامي خد العرض الرسمي أو العرض اللي جاله من نادي السلية ويسلمه لإدارة الكرة فيه النادي الأهلي عشان تدرسه وتاخد القرار النهائي رامي ربيعة واخد قراره من الأول إنه لن يتحرك ولن يرحل عن النادي الأهلي إلا بموافقة ومبركة النادي الأهلي تماما هو حابب يخرج من النادي الأهلي لو النادي الأهلي قرر ده بالطريقة اللي خرج بيها سعد سمير من النادي الأهلي وراح في ودشر طريقة محترمة جميلة فيها مودة وفيها تأدير كبير من الطرفين هو حابب يخرج من النادي الأهلي بهذه الطريقة غير كده هو مش هيخرج من النادي الأهلي ده بالنسبة لرامي ربيع بمنسبة مباراة الأهلي وبيرامدز هي مباراة كبيرة مباراة هيكون فيها كلام حلوة قوي كلام تقيل قوي نروح لتقرير عن مباراة الأهلي وبيرامدز فيه كأس مصر ونرجع نكمل كلامنا مواجهة جديدة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيرامدز يشهدها أستاذ القاهرة الدولي في تمام التاسع والنصف مساء الأحد ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر وهي المواجهة التي من المؤكد أن تشهد إثارة وندية كبيرة بين الفريقين نظراً للمباراة السابقة بينهما خلال المواسم الأخيرة الأهلي يدخل مباراة الليلة واستقائمة طويلة من الإصابات التي ضربت صفوفه مؤخراً حيث يغيب عنه العديد من اللاعبين مثل أحمد عبدالقادر وحمدي فتحي إضافة لخوض المباراة تحت قيادة فنية مؤقتة للمدرب سامي قمصان لكنه يتسلح بمعنويات الفوز الكبير التي حققه في الدور الأول من الدور بثلاثية دون رد في الوقت الذي يريد فيه بيراميدس استمرار تأكيد تفوقه على الأهلي خصوصاً في بطولة الكأس بعد أن أقصى الأحمر أكثر من مرة خارج البطولة سواء بمسماه القديم الأسيوطي أو المسمى الحالي بيراميدس كما يدخل الفريق المباراة بصفوفه شبه مكتملة باستثناء غياب لعبه إبراهيم عادل للإصابة ويبقى السؤال المنتظر أن تجيب عنه مباراة الليلة هل يستمر بيراميدس في تفوقه على الأهلي بطولة الكأس أم يكون للمارد الأحمر رأي آخر ويحقق الفوز الأول على بيراميدس في البطولة نادي الزمالك بيعلن جاهزات حمزة المسلوسي وأحمد فتوح لمباراة سيراميكا الاتنين بقوا جاهزين والاتنين شاركوا في التدابات ويكونوا جاهزين لمباراة سيراميكا كيليوباترا ده بالنسبة للمصابين في نادي الزمالك يوسف أوباما في تصريحات لرقم عشرة أكد لنا أنه ما عندوش أي عروض خالجية في الوقت الحالي النصا كده لم أتفاوض لم أتفاوض مع أي نادي ولم أتلقى أي اتصالات من مسؤولي الأهل القطري كان كلام كتير قوي أن يوسف أوباما رايح الأهل القطري وهو نفى هذا الحديث جملة وتفصيلا وقال لا أعلم لماذا تنتشر عني الأخبار غير الصحيحة منذ أيام منذ أيام كانت قال أن أنا عندي عرض من الدوري السعودي وكلها أخبار خاطئة مية في المية وأكد أن تركيزه بالكامل مع نادي الزمالك في الوقت الحالي وأنه ملتزم مع الفريق وبيحترم تعاقده مع النادي ومش يخش في مفاوضات مع أي نادي حاليا ولو تدقى عروضة هيكون من خلال نادي الزمالك ده بالنسبة لأوباما وتصريحاته لنا في رقم عشرة لسه مكملين مع حضراتكم بس قبل ما أروح لهذا التقرير عايز أقول حاجة مهمة تخص أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي هو واحد من أفضل المحترفين اللجوم الدوري المصري آخر عشر سنوات على الآل لاعب موهوب بشكل رائع لاعب كبير بشكل واضح وبالمناسبة رغم كل اللي حصل حوالين أشرف بن شرقي وتجديد تعاقده مع نادي الزمالك لكنه إحقاقاً الحق إحقاقاً الحق لم يعترض لم يثير أي أزمة ما عملش مشكلة مع نادي الزمالك لاعب كان مخلص لحد آخر لحظة آخر لحظة دي اللي أنا ما عرفش هي هتكون إمتى؟ هل هو فعلاً ماشي من نادي الزمالك من كام يوم كان كاتب رسالة كده تحس أنها رسالة وداع والله أعلم هل هو خلاص خد قرار بالرحيل نهائياً عن نادي الزمالك حتى هذه اللحظة هو الكلام إنه بن شرقي مش من جدد عاده مع نادي الزمالك ربما تحسن مفاجئات الأيام اللي جاية ويجدد تعقده مع نادي الزمالك الله هو أعلم بس حتى هذه اللحظة أشرف بن شرقي ونادي الزمالك علقته أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك علقته على وشك لانتهاء خلينا نبقى أقصر دقة في الحديث على وشك لانتهاء بس أنا رجائي جميعين نادي الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك وكل من محبي نادي الزمالك بقى أشرف بن شرقي يبخت أشرف بن شرقي أولاً بنادي الزمالك ويبخت نادي الزمالك بلاعب كبير زي أشرف بن شرقي ده لو كمل طب ما كملش العلاقة تمشي بقى يا لطيفة أدام ما عملتش عزمة أدام ما عملتش مشكلة يا جماعة أي لعب حر طليق يختار ما يختاره عايز يكمل يا مليون أهلاً وسهلاً وهو الكذبان الأول مش عايز يكمل مع ألف سلامة بشكل شكل أنا أقولي الكلام ده ليه وأنا لسه شايف ساديو مانيه هو بيمشي من ليفربول حاجة في منطقة اللي احترام ما يبنى ليفربول بيشكر ساديو مانيه لعيبة ليفربول بتشكر ساديو مانيه باير نيميونيخ بيهني ساديو مانيه على المستوى الرائع اللي عملوا مع ليفربول وبيقولوا عايزينك تكرر ده وحاجة محترمة جدا كل حاجة سهلة ببساطة شديدة ببساطة شديدة كده كده بس لو يعني هنميل الخصوة لحد فأشتف أكتر واحد يبقى خسران نادي الزمالك إنه هو أكتر واحد يبقى خسران نادي الزمالك بس هو حر هو حر حقيقي مش هو حر اللي هو إسقاط أو هجوم أو انتقاط لا هو حر أدام أنا كملت معاك عقدي خلاص أنا بعد ما خلص عقدي أنا حر على فكرة أنا قلت الكلام ده من كام سنة لما أحمد فتحي كان عقده بيخلص مع النادي الأهلي قلت يا جماعة الرجل ده إدى للنادي الأهلي كثيرا كثيرا لاعب كبير والأهلي أعطاه أكثر مما أعطاه أحمد فتحي للنادي الأهلي ولكن ولكن عقده بيخلص مع النادي الأهلي حد آخر مباراة بيشارك وبيلعب وبيكتاد شكرا مع السلامة ويتعامل بكل احترام وكل أدب نروح لتأرير عن أشرف بن شاري وبعده نطلع لفاصل ثم نستقبل كابتننا كبير كابتن محمد عبدالله نجمي النادي الأهلي والزمالك والإسماعيل ومنطق مصر الأسبق خليكم معنا ولكم مكانة خاصة في قلبي والله شاهد على ما أقول رسالة غامضة وجهها المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك للجماهير البيضاء في الساعات الماضية وأثارت الكثير من الجدل حول مستقبل النجم المغربي مع القلعة البيضاء في ظل تبقي نحو خمسة أيام فقط على نهاية عقده مع النادي ولم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بين الإدارة وبن شرقي حول بقائه لفترة أطول في ميت عقبة الرسالة التي أطلقها بن شرقي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فسرها البعض بأنها رسالة وداع من اللاعب المغربي الذي ربما قد أتم اتفاقه مع أحد الأندية خارج مصر لللاعب لها بداية من الموسم المقبل وأنها أيضاً تأكيد على حبه للجماهير البيضاء وارتباطه بها وأنه لن يلعب في الدور المصري سوى بقميص الزمالك فقط بينما فسرها البعض الآخر والذي يمني نفسه باستمرار بن شرقي بأنها تمهيد من اللاعب حول استمراره في القلعة البيضاء وأنه يحاول الضغط على الإدارة لتنفيذ طلباته المالية التي تتخطى المليوني يورو في الموسم الواحد خصوصاً في ظل تألقه واستعادته لجزء كبير من مستوى في الأيام الأخيرة هي تساؤلات كثيرة حول مستقبل بن شرقي ستجيب عنها الأيام القليلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر يا أعلى بحراجكم مرة أخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة كابتنك كبير كابتن محمد عبدالنك من نادي الأهلي والزمالك والإسماعيل ومنتخب مصر الأسبق كابتن محمد مشرف ومنور كالعادي كابتن كريم أنا اللي بتشرف فيك طبعاً ومبسوط إن أبقى معك على طلوة أخبرك كله كويس كله زي الفل حمد الأول كده بداية إيه رأيك في الأزمة بتاع التنادي الإسماعيلي النهارده وإعتراضه على قراءة كاسم مصر وقرار الانسحاب مصر زي ما أتكلم معك يا بقيت مضى قديمة وكلمة الانسحاب دي كده كده هنلعب وكده كده هتلعب وليك حق إنك تعترض بس الاعتراض من البداية ما تجيش دلوقتي طول إن أنا اعتردت وفي الآخر بعد القراءة ما خلصت خالص وتكمل وتجي طول إن أنا بأعترد لا أكمل بداية الأمر وبرضو ملوم على الناس بتحدي الكورة لأنه قال لك في الإيه إن أنا هخلص وأشرح لك لأ أنت كنت فهمته في البداية خالص والله الوضع هيمشوا واحد اتنين تلاتة يناسبك أو لا طب إن سألتوا السؤال دا لما أنت سيحي كومي لو القراء ما كانتش وقيته مع نادي الزمالك كان هينسحب أو كان هيعترد؟ ما أعتقدش أياً كان ونادي الإسماعيل نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير أياً كان القراء وقعتك مع نادي الزمالك مع إسهر كمانبالي مع منتخب السويس كده كنت هتلعب هتلعب ما تدهرش تنسحب لحاجات كتير ولقوا في الآخر يا أم براه وبطولة وتبقى فلقوا في الآخر ده ملعب أياً كان بقى جالك الإسماعيلي جالك الأهلي جالك بربز هتلعب هتلعب إنما واجه الإعتراض ميايش ليك حاجة لك تعترضي بس ما ترش نسحب إنها بقت كلمة بايخة بصراحة أنا آسف يعني في الآخر دي بقت رخمة ما ينفعش تأل في الدور المصري ولا في كاس مصر ولا في مصر أموماً يعني خلاص يعني إحنا سمعنا كلمة دي من سنين كل شوية حد يطلع لك أنسحب طبعاً بتنسحبش ليه طيلا وريني نسحب وخلاص وخلصنا من القصة دي إنما بقت موضة وبقت رخمة وبقت بنسمعها كتير فخلاص الموضوع أبسط من كده نادي الإسماعيلي إن شاء الله يعمل مطش كويس وتصدنات زي مالك ومباراة في الآخر كازب أنا نقول له مبروك والخسران أنا أرضي لك ولسه مواسم جاية كتير أنا وقفت عند نقطة موانسحية وقالها دي اللي عجبتني بصراحة مكتبش عليك إنه هيتخذ الإجراءات الطبيعية العادية إنه يحفظ حقه حقك يعني إنت حقك يمشي وراه بس دوننا كلمة الانسحاب يعني يقول أنا ملتزم بس الأول همشي في إجراءاتي واحد اتنين تلاتة اربعة أنا بقول لك الله يا كريم أنت موضة رخمة وكلمة بيننا نسمعها وحاجة يعني صعبة بص أقول لك العاجة بصراحة انت بتحاول تصلح صح؟ بتحاول تصلح في المنظومة بس إنت ما عندكش منظومة من الآخر بص أقول لك كلام ده حتى وإحنا بنلعب حتى وانا العيب وقبل كده حتى قبل ما نلعب انت بتدور على حاجة تصلحها أساساً هي مش موجودة لو انت يعني بتتكلم على منظومك وتتكلم على كورة قدم حقيقية في مصر لأ احنا بقيت تماماً مناش دعوة احنا شغالين حاجة وهي مش موجودة بس وانت بتلعب احنا خدنا ألفين وتمانية وألفين وعشر وأفضل ازدهار للكرة المصري عشان كان في جيل عشان كان في جيل محترم وبيقدي وفعلاً بيلعب كرة للكرة دلوقتي الكرة بيت استثمار وبيزنس مواهب قلت قطعات بتتباعة كل الكلام ده وانت مش شاف ان انت في خطر مؤشر خطر انت ما بايش عندك موهبة ما بايش عندك لاير كويس ما بدش تشوف ناشئ يعني تقدر تتوسم فيه خير يعني والله يعني لسه بنتكلم برا مع الأسادزة برا يعني بنتكلم على يوسف وسامة نبيه او او سيف فاروق عفر او كريم زياد طارق بصراحة الواحد بيفرح انما دلوقتي خلاص مفيش مواهب انكردت من ايه هتلاقي نادي الفلاني يبيع القطاع بتاعه يجي مستثمر مع إرشين سبوبة وعلى علن اهو بتشتغل وبتتعمل وديحك على أولئك أمور وهو ليه أمر يطلع عينه عشان يقدر يجيب ويسد عشان شايف ابنه انه ممكن يبقى في حتة كويس وبالاخر في الاول في الاخر اتنى مناصبة ناصبايا انت فتحت لي الموضوع دلوقتي ايه ومجدين الحقيقة وانت مش هتتصلح تبتقول للوقتي القطاعات الناشئين بتتباعها طبعا في الاندية يعني ايه بتتباعها ايه متاسأل طب معلش فيه اندية كتير بيبقى قطاعاتها بتباع عن مين لناس لمدربين ولا ووك لا 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 تعرف بقى انا معرفهمش يعني متعرفش مين ان كان يعني بص ان لسه بتكلمك دلوقتي حتى وانا في شغل دلوقتي قلت لك انا قافل تليفوني انا تمنمائة وكيل ولا الف وكيل بيكلموني عشان لعيبة ومعرفش مين دوله عشان فريب بيونير عشان ماسك فريب بيونير ويس على ذلك مش انا الوحدي يعني الناس مدربين كتير بس طبيعي الوكيل بيكلمك شغل ايه؟ ده وضع طبيعي بس لما انت تلاقي الوكيل ده بيكلمك على العيب ده ويجي نفس الوكيل ده يكلمك على العيب ده بتعرف ان فيه حدا غلط الاول يعني انا جات لي فترات كان مدير عمالي كالتامر النحاس ما خاركتش عن النطاق ده ماشي مع الراجل وفضلنا على طول طيب ارجعك تاني في قصة قطاع النشئين الوقت بتقول لي انه في قطاعات النشئين ما بقاش فيه بقى العيبة بطيقى كويسة موهوبة بتنتخب بمصالح وخلافة طبعا وده اللي بيحصل كارسة كارسة او اني كارسة ما انا بقولك انت عايز تصلح ها هتصلح ازاي وانت بتعمل اساسا الغلط ها والكلام ده يتسيل عليها ورؤساء اندية كتير لما يبقى عندك قطاع والقطاع ده مالك يعني خاص بالنادي ما جيش انت اتبقى القطاع وتقول لي اصل انا فيما بعد عايز اطلع موهوبة عايز اطلع صلاح تاري او اطلع عميده تاني او اطلع زيدان اي ان كان الناس اللي احترفت او طلع حد مثلا زي محمد عبدالله احترف شوية ورجع خلصت كله جاي دلوقتي والله انت عايز تلعب في المكان ده معاك كزا هتقدر ما يدرتش يعني ايه معاك فلوس الناشئ طبعا بيتاخد منه فلوس طبعا ها ده كلام خطير معلش انا ممكن اسمعه من بعيد ممكن انت تسمع عشان احنا جوه المطبخ انت جوه المطبخ وشايفين وبنسمع وبنشوف اوليه امور بتصعب علينا وبنشوف ناس بتدفع وبتدفع من دم يا لبقى وممكن ناس بتديع حاجات خاصة بها عشان تقدر تشوف تتحق حلم ابنها في المقابل انت ممكن تكون الموهبة دي فعلا في حد موهبة وحد كويس ميعرفش خشي المكان ده بسبب انو مش قادر وده اللي بيحصل والله استدقني ده اللي بيحصل للوقت كل لديه اللوقت بتعمل اختبارات الناشئين ده بيحصل في اختبارات الناشئين دلوقتي والله يا وارد انا مش شغل في الناشئين نه بس انت اكيد عارف وشتغلت وشفت اه وانا بقولك انا اشتغلت اه فانا بقولك اساسا انت معنكش منزومة كنت موجود قبل كده في اي اختبارات ناشئين اه ممكن كنت في نجوم المستقبل اه. كنت موجود. اه. كانت الامور بتمشي ازاي? لا الاستمارات عادية لا هو اللي هناك في منظومة. اه. في راجل استاذ محمد طويلة ملك النادي. فكات منظومة. اه. بس في استمارات بتتبعها. وممكن يبقى عندك مواهب. بس ما تضرش الجابة. انت بتشوفه خلاص. يعني مش بكامش على نجوم المستقبل بقينه. اه. على كل الاندية. اه. في مواهب بتتظلم صدقني. عشان كده المواهب انقرضت عندنا. اه. وارجع تاني لنفس الكلمتين اللي بقولهم لك. اه. انت اشغال في حاجة. وبتقول انا بصلح منها. اساسا هي مش في الاساس مش موجود. انتكامع الاساس نفسه في مشكلة. مش موجود. يا ما جيش تصلاح لي من فوق الاساس بايز. مش موجود. اه. والله هي مموجود. اه. اقول لك على حق. في السنة من السنين انا طلعت احترافة التركية وانت عارف الكلام ده. طبع. في الوقت ده حتى الدور التركي ما كانش مصنف يعني. مش الدور القوي. مم. بس في نفس الوقت في بلان. مم. في ان انا عارف ان الجدولي هيبدأ النهاردة. مم. هيخلص قوم كزا. مم. ايس على ذلك بقى في وسط الجدول ده? عندك اه في فرقة بتلعب دور امتالي اوروبا. في اجندة دولية. انت تتكلم على حاجة علمائية يعني في كل العالم. طب اي دولة. وانا ما بقاش كده ليه? طب ليه? ليه ما يتحط ليش جدول انا كمان? عارف ده السؤال الصعب اللي ملوش اجابة. طب اقول لك مستوى المنتخب ولعابة نادر اهل والزمالك اللي تصعب على الناس دي والله. دول مش مكان برضو. اي دول بشر. كنت سيقولي الكلام ده والله. انا قد امبرح. انا قد امبرح دول مش جرافيكس اه جماعنا. مش بلاي ستيشن. انا قد دول صعب يجروا. في تلت فرقة هنزلهم من الدرجة. من الممتاز الف للممتاز به. صح? اه. اخر اسبوع عندك اسبوع كام? تمانية وعشرين. اه. صح? تمانية وعشرين اه. طب عايز يجيك بالعابة تانية. طب ايه لحق فترة اعداده انت? طب لو حتى هيكمل بالعابة دي. يبقى اللعابة دي تلحم الموسم. اه. اي انت بتتكلم في هبوط تاني. يبقى ده ظلم ولا مش ظلم? هو ظلم بيين. وما حدش قولي ان هو مش اخد باله. لانت هو اخد بالك وعارف انت ماشي ازاي. ده ده فيه اللي انا احمل دهك بقى انه الاندية اللي صعدت دلوقتي للدول المنتزل اللي جاي دوت. هم عادين تلات اربعة شهور ما بيعملوش حاجة. ما بيعملوش حاجة عادين في البيت. مفيش بقى تلات اربعة شهور انا باستعد للدول اللي جاي. الدول خلص دلوقت درجة تانية. سيبك اللي صعد صعد خلاص. اه. اللي صعد هيقدر يزبط عالقل هو عنده رفاية من الوقت انه يقدر يشم نفسه. يجيب لعيبة. يعمل فترة اعداد كويسة. يحط السيستم لنفسه طوال الموسم هيمشي ازاي. محط ميزانية لنفسه. يبقى عارف دنيته ماشي ازاي. لأ بالعكس ده ده عنده اريحية. بس ده عنده مشكلة تانية بالمناسبة. هيشتري منين وهيين منين. لا هيشتري هيلحق. اه اللي عادين بلعبوا فوقها هيشتري هشتري هشتري هم بلعبوا. مش مشكلة اه ده الحل الوحي. ما لا فيه ما الكلام ده بيحصل. ما شاء الله الوكلة كتير وبتقدر تخلص الكلام ده. بتخلص هم بلعبوا مع فرق. بالزبط. انما اللي بكلمك في اللي هينزل. ممصيبة. واحدة يخلص سمانية وعشرين تمانية. يعني المفروض كمان ستاشر يوم او. اه اسبعين. او سبعتاشر يوم. يلعب مباراة رسمية في الممتازة. اه. طب ده ظلم ولا مش ظلم. عشان كده بقولك انت بتحاول تصلى حاجة. مش ياخد نفسه. بتحاول تصلى حاجة اساسا هي مش موجودة عالك. فالعناس. عشان كده احنا وصلنا للحال ده. اه. لا منتخب نافع. ولا لعبة قادرة. اه. ولا وبتصارع. طب انت فرقك لو عايزين نبدأ حل. لعل لو عايزين نبقى. انا دايما بقولي نفسي كده. يعني انا جاي ببعا عندي نفس الغضب بتاعك ده في كل حاجة. وبعد اقولي نفسي ايه. تم تدور على الحتة ايجابية. لعل لو عايزين تنصح. يعني تنميها قدام الناس. انت تنصح نبدأ منين. نروح فين. نعمل ايه عشان نشم نفسنا. لو خلص لو كل الناس بتدير غلط. تعال نقولي. بص اقول لك على حاجة انا ما بظلمش حد. يعني انا 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 كلامي مش موجه حتى لاتحاد الكرة الحالي. انا بيكلامك كلام ده من سنين. بالعكس ده ممكن الناس دي بيتحاول. مم. واللي قبله كان بيحاول. مممكن. بس للأسف. بس ما ما نجحش. كله بيجي بترقومات. على حساب الغير. مم. وبيجي في الاول في الاخر برضو هتلاقي بيطبق نفس السيستم ونفس السياسي. مم. لان هو مش قادر ومعندوش حل. الحل ان انت تحط نفسك سيستم. ايكس. سيستمك بقي يبدأ ازاي. بقى انت عارف ان ان شاء الله تضغط نفسك الموسم ده كمان. شو انا بقول لك وصلت ليه? بس حط الموسم ده ان انت في الاعتبار ان انت يوم مثلا 23-25 زي الدول كلها ما بتخلص. هخلص الموسم في التوقيت ده. مم. وابدأ شغل الطبيعة عادي ان اللعيبة تقدر تاخد فاطرة راحة. يبدأ الموسم بتاعك يبدأ من شهر الثمانية. نحس نفسنا زي الناس الشغالة برة دي. صح. انا اقول لك على حاجة والله انا وانا في تركيا. كنت ممكن بنزل القرية كل اسبوع. مم. اخلص الموسم بتاع واجي. عارف اجازتي. مم. عارف ان انا يوم الخميس. جواز صفري بيدي وبنزل. مم. سهل. الموضوع سهل وبسيط. بسيطة انت بتاعت من نقطة حلوة اللي كنت بتكلم فيها النهار ده. المهم تسمع ده من الجملة اللي بتاعت التجربة البلجيكية والتجربة الالمانية. طبقها وبتاعة. دخلت قريط شوية في التجربة البلجيكية دي عشان مش عايزها ردتها وخلاص يا مو بقى قدش اقول ايه. هل عايزين نعمل زي التجربة البلجيكية. اه هي التجربة البلجيكية دي ما حدش بيبع عارف. فهم بدأوا من تحت اوي. من تحت الاطفال اللي عندهم ثمان سنين. بالزبط. جابوهم بقى وبدأوا يعلموهم كرة يعلموهم صفات شخصية وصفات مهارية. وكنت بقى رأى للرجل اللي هو عمل التطوير في الكرة بشي كده. وقال لك انه كان بالعوم ازاي الاول خماسي. وبعا كده لعبهم تمانية على تمانية. وبعا كده احداشر على احداشر عشان ياخدوا الكرة كتير. وكان بالعورة ميات التماثب الرجل. يعني في شوية تفاصيل كده في الكرة. هم اللي يعني الراجل اللي جيه طور ده هو اللي عمل كيفين دي بروين وهازرد بعد كده وبقى ونجوم ولكاكو والناس دي. فاحنا نازل نبدأ من تحت اوي. احنا دايما بنبدأ من فوق. ما هي الصح ان انتك تبدأ من تحت. اه. انا اقول لك حتى في المراحل التعليمية. اه. والتأسيس بيبدأ من ايه? اه. طبعا من انت صغير اه. على ايامنا عشان احنا تعليم مجاني ابتدائية. صح? 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 وده الاساس. صح? اعدا دي سنوي لحد ما بتخش. نفعش تجي تدور الجامعة الاول. وانت ينفع تجيب من فوق لتحت. لا طبعا. يبقى الاساس. اه. اللي هو فعلا يبقى انت المفروض تجيب عين كويسة. اه. في المكان ده. اه. تجيب ناس على قدر كافي. وكم من الخبرات عندها انه تقدر تأسس لك طفل. يقدر يطور له. في مراحل عمره السنية. لحد ما يوصل للمرحلة اللي احنا شغالين عليها بقى في الوقت الحال. هتلاقي التطور ده ماشي معك بشكل طبيعي. صح? هتلاقي مواهب عندك. مين المدربين بقى اللي يشتغلوا مع الاطفال دول كمان يبقوا مؤهلين ولا مش مؤهلين. يبقوا لعيبة وخلاص يعني مجرد ان هما لعيبت كرة فهم يضربوهم. لأ. طب اهلهم. مشكلة كبيرة. اه. مشكلة كبيرة. حتى المدرب اللي هينزل يشتغل. في ناس بتاخد الموضوع بشكل اه. يعني حتة الانا بتبقى على شوية زي انا اشتغل. اه. زي انا اشتغل في المكان ده. مع العلم انت انت لو عملت حاجة ده انت فعلا بتفيد. صح. بتفيد كيان بلد. صح. يعني مش مش طفل مسلا او مجموعة. لان انت بتفيد بلد على المدى البعيد. صحيح. هي المشكلة بتبقى عند ناس. وفي نفس الوقت ممكن الناس دي ما بتتقدرش بشكل كويس. مم. ومش اي حد يجيبه في المكان. مم. يعني لأ هتعين كويسة. طب. فعلا الراجل يقدر يديه. مؤهل. هو ناس. مؤهل علميا. ايوة. وبدانيا وحد مارس. طبعا. مش علمي. ايوة. لأ لتنين. تمام. الممارسة يعني ايه. هو اللي عارف خباياها زي ما بقوله. صح. اه العلم ده طبعا كلنا بنقرأ وبنشوف وبنحاول نوصل لأعلى حاجة. مم. عشان نقدر نجاري الناس. بس اللي مارس ده. اه ده جزئة لوحدة وتانية خالص. وده الاهم. طبعا. طبعا. انا بقولك ما بانك بان تجمع ببليل لتنين. هتبقى اتروح في حتك كويس سوي. صحيح. لما انا بقولك للأسف احنا ما بننورش على ده. احنا بندور بالريح دماغنا. ايو رأيك في الحكاية بتاع اتحاد الكرة وكيروش في الكم يوم اللي فعتوا دول. مصرحية. مش مصرحية. او والله مصرحية. مصرحية والله. وديحكي والله. واللي اتظلم فاها كابت نهاء. اللي اتظلم فاها كابت نهاء. انت كابت نهاء. ملحش اتمر انت برينتين على بعض. الراح لها بماتشين ايا كان الماتشين. اصبر. اشمعنا بتيجي على المصري. مع العلم ان الراجل ده راجل مقتهد وبشتغل بشكل كويس. ايا كانت بقى. ايا كانت اخفقته حتى في الدور المصري. حتى لو اخفق مع الزمالك اخفق مع بيرا منس ايا كان. بس انت اللي اخترت. صح. وانت عارف ان هو مضارب كويس. تتحمل المسؤولية. تتحمل المسؤولية ولازم تصبر. ايا مش بالسرعة. ومش ان هو كسب ماتش وخسر ماتش. انا قلت لو جبنا مضارب اجنبي وخسر ماتشين هنعمل في ايه? هتقعدوا. اه. هتقعدوا والله. مش تقدر. احنا بنبس بس الدولار بيبقى حلو شوان. تبس اسألك سؤال. اسألك سؤال. دلوقتي لو احنا جبنا مدير فاني المنتخم مصر وقال لك انا هعمل مشروع بس تزبره علي خمس ست سنين. اتمنى والله. انت تتمنى? اه والله. اه. تتفتكر الجماهير تقبل? تحديد كورا يقبل? يعني لو جيب مسلا واحد قال لك ايه ما حدش تسألنها على انت صبر هو. اللي خلاك تصبر الفترات دي كلها. ما كنتش صبر لا انت بفضيل الفترات دي كنتش صبر. انت بفضيلة دي كلها جاي كل شوية بتغير المدربين عشان عايزهم يكسابه بطولة. انت بتكلمني في جزية الجماهير. انا كصاحب مشروع عشان اكسب محتاج الصبر. صحيح. مفيش مشروع هفتحه. عارف ان انا بعد يوم او اتنين هيطلع لي مثلا المشروع بالارادات او بالفوايد بتاعها. لازم هزبره على المدى البايد هيجيب اللي انا عايزه. مم. فده مشروع انت هتعمله. فاكيد بعد ما هتصبر عليه هيجيب لك المستهدف بتاعي. وتتحمل المقاسي والتعب اللي هتعاوم الفترات دي. لازم تصبر. اه. لازم تصبر عشان توصل للي انت عايزه. صحيح. لها ترجع بها تقول لي انا اصلا انا مضغوط جماهيريا او ناس بتهاجمني او اعلام او 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 او. لا ده انت المفروض كلها كمنزومة. من اتحاد كورة. مم. لمدربين. لأعلاميين. مم. الناس فعلا مساندة للمنظومة كلها. تبدأ تساند المشروع ده. مم. لو ان المصلحة العامة. صح. انما انت هتلاقي حد بيهاجم. مم. ايه في الودك? خلاص انت بتعمل حاجة كويسة. مم. هي هتقدر وتمشي معاه لانها وتكملها. اما ما تعملهاش. مم. اما نفضل في الوضع اللي احنا فيه ده. مم. انا بقول لك الموضوع صعب. صعب بجد والله. مبارة كبيرة بكرة ان شاء الله. طبعا. شايف المواجهد هتكون ازاي? لا موت شايفة حلو. مم. فريتين كبار وفريتين بلعب كورة كويس قوي. وهنا كوالة لعب عالي. كان هنا او هنا. فبقرات تبقى صعب على. لا لها عنده غيابات كتير بالجملة. والبرامز برضو عنده غيابات بس ابرزهم طبعا ابراهيم عادل. اه. مين هيتأثر اكتر بغياباته? لا وطبعا التأثير عند نادي الاهلي. مش مش حتى في مبارات بكرة. نادي الاهلي منتأثر باله فترة يعني. بسبب الاصابات. بسبب الاجهاد. فالموضوع ممكن يبقى صعب مع نادي الاهلي شوية. انه انت بتكلم في برامز على ما اعتقد الهايكلة بتاعة الفرقة متكاملة باستثناء براهيم عادل. طبعا العب مؤثر ولعب كويس. بس ده ما يمنعش ان هم عندهم يعني اصطف كويس قوي يعني. تبتكلم كان عبدالله السعيد او رمضان. رمضان كمان عيد. او سلام عيسة. اه. هو فخر الدين بن يوسف. لأ يعني اه يعني انت بتتكلم في كوالية لعب كوالية لعب عالي. وانا بقانا فترة بنشوف بقية ماتشوات برامز الاهلي. حس انها بقية ديربي. بقية قوية جدا. انما اللي هيتأثر فعلا بشكل كبير. نادي الاهلي. نادي الاهلي عنده غيابات تتكلم علي معلول ديانجي. علي معلول راجع. علي معلول ديانجي راجعين. 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 بس انت عنك بقى بيرستان مش موجود. احمد عبدالله مش موجود. حسين. اه بتتكلم في كتل اساسية في نادي الاهلي مش موجودة. اه. انما زي ما بقولك احنا متعودين النادي الاهلي بمن حضر. اكيد يعني ان شاء الله كل الناس اللي موجود على قد المسؤولية يعملوا ماتشو كويس. وهما احسين بالمسؤولية اكيد يعني ان ده ماتش مفوش اه. مفوش زار زي ما بقولك ده بطولة. يعني العقدر الله الخسران بكرة برة. عايش عليك علاق تحديدا في النادي الاهلي وفرصة ان انت اللي معي. عايش عليك علاق كريم فويد. رأيك في ايه? ما لسه الله كنت بتكلم عليه من فترة كده ما. من فترة اي ما. سنت اكتر واحد هتشوف خبايا امكانياته وهتشوف برضو عيوبه. يعني انت اللي هتبقى قاري اللاعب. كنت معميد وانا من من ثلاثة يام. وعدنا برضو في جدال بسبب محمد هاني وكريم. محمد هاني في الوقت ده فعلا كان لازم يرايح. لازم بجد والله. بيجي لك وقت وكرة بتديك دهرها. خلاص بقى. خلاص معمدة. حتى لو انت بتدي ما خلاص. بالضبط. مهما تعمل ومهما بتتمرن كويس. اه. بتنام كويس. بتلتزم. ايا ايا كانت امورك السلبية الخارجية في حياتك الشخصية بتعملها بتحول تقلل منها. بيجي فترة للعاب الكرة بتعنده شوية. صح. فلازم بانت. مم. وارجع تاني. ففعلا اللي عمله كابتن سامي وبصالة الماضي اللي فات يعني بجد يعني هو بيحافز عليه. مم. بالنسبة كريم فؤاد على فكرة. العاب كويس اوي 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 اوي. ولو لعب يبقى حالة محترمة في نادي الاهلي. مم. عنده كل حاجة قوي وسريع ودريبل كويس. وراي اللي كانت حالته في نادي امبي كان عملهم حالة كويسة. مم. وماشي بشكل كويس. وبيلعب بشكل اساسي. وجوكر. باك رايت لقيه نص ملعب لقيه. باك ليفتي شغال. فانت يعني للأسف مصر بس ظلمه. زي ما ظلم محمد شريف. وكلمت معك قبل كده ان ده وضعت طبيعي ان هو كان لازم يبدأ ما ينفعش. اجيب حد كان عشان بس ما انا ناسي الراجل اللي هو كان في الجونال في رود الافريكي ده كان آآ. بوالية. بوالية. اه. اللي جي ليابه على شريف. والشريف ماشي هداف الدوري. وبرضه روحت ظلم شريف واعدته وراكنت وكل ما تنازل شريف يحرجك ويجيب. صح. نفس الحل انت جايبك والتي العيب. مم. وانا بكلمك اصل الكلام ده مرة علي انا كمان. ما انا جيت من الاسماعيلي كنت مكسر الدنيا. صح. وجيت عادت وبرضه وضقت الكاس ده. صح. فلللاسف في لعيبك تربط الظلم. اه. فاتمنى فعلا ان كابتن سامي يبقى باصص لكريم بعين كويس اوي لانه فعلا اضافة لنادي الالي واضافة لمنتخب مصر. وانت للاسف انت محتاج باكرايت. مم. انت منتخب مصر وفوش باكرايت. صح. فانت محتاج حالة زي دي. مم. ما بقى لك لو خد. ماتش اتنين. انا بستغرب محمد هاني بقى يا كابتر عبدالله. فيه. انه انزا ما انت لسه عيل كده انه منتخب مصر محتاج باكرايت. اه طبعا. ولو في باكرايت دلوقتي هو اللي مفروض يبقى علي العين ولو خبرات. مفروض محمد هاني. مفروض. ليه. هو لمصر على فكرة. هو ده اللي انا اقصده. ليه. عشان ظهري مسنود. مش مسنود حاجة. اني مفيش باكرايت ورايا. مم. فيش حد بيداب بيداب بورايا بمعنى صح. حلو. لا انا لازم اكتهد. والعب. واشتغل على نفسي بشكل كويس. وكل مباراة. ملاش دعو باللي فاتت. مم. عملت المباراة اللي فاتت كويسة. لا لازم اعمل دي كويس. انا فنادي الاهلي. يعني منتخب نصر. يعني المفروض اعمل المكان ده بشكل كويس. مم. انما للاسف هاني ما ما تفهمش دماغه مش هزاي. مع العلم. كوالية الهيب كويس جدا. يعني عنده كل حاجة. صح. ربنا مدي كل حاجة. انت لمقصر. صح. اتمنى فعلا ان هو يرجع نفسه. وهو من الناس الشخصات الجميلة اللي يقدر فعلا ان يرجع فيها الارب وقت. العكس يبقى ضفل نادي الاني من المتخب مصر. يعني ما يبقى عندك كان كريم فؤيد على محمد هاني. ولا عمر جابر دلوقتي تشغل بشكل كويس مع بيرامد شغال في منتخب مصر. ولما يبقى عندك كزا حل مش هطيع طلب. مم. انما للأسف لقدر الله عمر جاله حاجة. هتبقى مصيبة. مم. اه عمر كبال يعني على فترات مع العلم ده مش مكان عمر. صح. يعني عمر اساسا من نص ملعب واللي شغاله في المكان ده كانت نحن. وحتى عمر جابل مش مكان. ومش مكان. ومش مكان. وارضو عمر نص ملعب. فانما الباك رايت الباك رايت. مماش موجود. مفيش. 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 من زمن الزمن. الله يمسك بالخير يا فتحي. ده حتى. والله. انا عايز اقولك حاجة. ان حتى فتحي كنلاقي بوسط ملعب. بس اشتغل. ما اشتغل طبعا بقى. بس الباك رايت الباك رايت اللي كان نص ملعب. بس اشتغل. انت فاكر مين. مين اللي كان بقى. اخر باك رايت لمصر. كان باك رايت. كان كابتن ياسي رضوان. حتى كابتن ياسي كان نبدي النصب. بس بفكرارك. بس بنا بقى. وانت كمان. لا بس انا بك رأي. طبعا. بس انا بك رأي. انا بس اوصد انه حتى اللي قعدوا فترة مع المنتخب كان ابراهيم حاسم. كان ابراهيم حاسم. لا ده 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 في حتة تانية ده اناش دعوه بيه. طبعا. ده ده اناش دعوه بيه. فانت بتتكلم احنا عندنا فيه فيه ايه في المركز ده كابتر عبدالله. ايه اللي حصل. تم ترجع. ايه تم ترجع. تم ترجع. ايه تم روح حسن عمل التويز عليه. اي حاجة في المكان ده مش طبعا. الباك رايت تحديدا في مصر. يعني الباك ليفت هتلاقي لا عدة. كتير اه. اعمارة وكابتن معاود. اه كتير. والله رحمة وحامد عواب. لا كتير عدة في المكان. اه. 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 فيه فيه كتير في المكان ده. تلاقي الناس كتيرة. الناحية التانية دي دايما فيها مشكلة. ومغضوب عليها الناحية ليه مين دي. اه فيها مشكلة جبيرة جدا. انا بلتلك كابتن افرايم. اخلص. خلص. خلص. ايه. خلص. 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 خلص الاهل والبيرامدز. مين يكسب بكرة بعيد عن امنياتك? كورة. وفنيات وظروف. لا الماتشات الكبيرة دي ملاش توقعها. ملاش توقعها. الماتش هيبقى صعب. وعلى الفريتين. شوف حتى في ظل الغيابات اللي في نادي الاهل توقع منه اي حاجة. اه. وفي ظل الان بيرامدز. في حالة انا مش قولك يعني مش حالة اه كويسة اوي ولا وحشة اولي. اه. بس لس يعني بس انا عايز اقولك على حاجة وحاجة مهمة اولي. اه. هنا في سيستم. في منظومة. في نادي الاهل. اه. مع كل احترام نادي بيرامدز برضو تحس ان لسه الكيان ما اكتملش. اه. فممكن السيستم ده يخدم. اه. ممكن السيستم ده. يخدم. اه. النظام ده. اه. والحافز هنا بيبقى اعلى شوية. اه. اه. فممكن تبقى كافة نادي الاهل. بالجوزية دي بالاخص اعلى. مع ظل الغيابات اللي في نادي الاهل. اه. بس من المفترض ان البرامدز الفريق اللي متأسس بقاله تلات سنين. مش كافي. تلات سنين يبقى تاريخ. لا انا اصد مش لا. اه. كنت اخد عالجوم من الاخيرة دي. انه الحافز بتاعه يبقى كبير بقى ان انا اخد بطولة. المفروض. انا عندي كل الاسماء دي. المفروض. انت بقول لا حافز اهلي اكبر بس انا بحط نفسي مكان لعيب بيرامدز بارهم كم سنة بيصرفوا. انا عايز بطولة. كتير. وبيصرفوا ممالغ رهيبة. صح. وممكن يكون هما سبب الكارسى اللي احنا فيها. اه. النساء في الارقام عاليت وضربت. اه. بسبب شيرة العيبة باسعار خيالية. ومش في محلها بس اولي بحاجة. الارقام اصلا. يعني اعملت ترفع من بدري. انا اعتقد انت اعتزلت من هنا والارقام ارتفعت من هنا. كنت استنيتس انا واحد. لا خلاص. الحمد لله. كنت استنيتس انا حضرنا برضو الحاجات كويسة الحمد لله. اي رايك? قبل ما ما سيبك ونخلص الفقرة الحلوة دي. اسألك على اشرف بن شرق والزمالك وعلاقته مع نادي الزمالك. تحب الخروج يبقى شكله عامل ازاي? ولا تحب ان اشرف بن شرق ياخد خطوة الورا ويوقع نادي الزمالك و بجدد مع نادي الزمالك. لا اتمنى ان اخد خطوة الورا. اه. يكمل مع نادي الزمالك. اه. اتمنى فعلا بجد اشرف مليابة كويسة قوي وموهبة جميلة وخلاص تحس ان هو اتطبع بقى ابن نادي الزمالك. اتمنى انه يكمل. انما لو خرج يعني حتى لو خرج اخرج من الباب الكبير ما تزعلش حد. ازي ما بقول لك ممكن تسيب تسيب الباب مفتوح تاني. الكلام ده انا قلته لزيزو مبارح. كان زيزو مائعة تلفون وبنتكلم انا هو. حتى بك زيزو يعني. يعني ما. حتى كنت بكلمه وانت خارج من الملعب. ما تحاولش رائعك شمتاع وشك تحس ان انت يعني موضح لناس انت زعلان. فقال لي لو والله قلت له بيجي لك وقت وانت محتاج ترايح. وانت فعلا محتاج ترايح. حتى لو طلعت. عادي. ايه المشكلة. ما انت رجلك في الملعب على طول. وحتى لما جيت كلمت له زيزو خلي بالك يوم ما تخرج بالنازة بالك اخرج من الباب الكبير. عشان ممكن يبقى لها ردة تانية. وانت لك ارضية عند الناس. ما تخ ام. ان هم فعلا اتنين عاملين حالة الناس زمالك. صح. والاتنين يعني مفاتيح لعبة محترمين. ام. وحاجة الاتنين يعني كل واحد زي ما بولك بالبالة دي كانوا بلغة اخرى بيتكلمها. فاتمنى فعلا الاتنين يكملوا لانهم عاملين شكل الناس زمالك. الاتنين كويسين جدا كل واحد في مكان وكل واحد في مكان وتقل. صح. اتمنى ان ارشب بنشاري لا ياخد الخطوة ومش خطوة ياخد خطوتين تلاتة. عشان ما يخسرش. صحيح. تجربة سياسي با اكبر دليل. صحيح. كابتن محمد عبدالله دايما بتشرف ودايما بتنور دايما بستمتع جدا بالحور. حبيبي ربنا خليك كريم. انا بستمتع ان انا بيكون موجود معك. حبيبي ربنا خليك. شكرا شكرا جزيلا. لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. الاسدزة الكبار. استاذ جبالي الزهيري والاستاذ شريف عبدالقادر. معانا في رقم عشرة. خليكم. يا اهلا بحراتكم مرة اخرى شرف كبير جدا ليا ان انا استضيف في هذه الفكرة اسدزة كبار اسدزتي شخصيا واسدزتي الشغلانة يعني زي بيقولوا استاذ الكبير استاذ جمالي الزهيري يا فندم مشرف الله. الله يخليك. اخبرك وحشني جدا. الله يخبرك وحشني جدا. ودايما موفق. حبيبي. وامتابعينك وبتسهرنا. ده فوق الراس. ده فوق الراس ده شرف كبير جدا. ده فوق الراس ده شرف كبير جدا. بنا خليك كده. وايضا استاذنا الكبير استاذ شريف عبدالقادي استاذ شريف مشرف ومنور. اهلا بيك كريم وسعيد بوجودي معاك ومع الاستاذ جمال. موفق دائما. شكرا. وزي ما قال كده يعني بنتابعك. وحالاتي جيدة وموضوعية وحيادية. ده شيء مطلوب في زي ما احنا فيه. شرف لاي يا فندم شرف كبير لاي يا فندم. طيب. استاذ جمال ايه موضوع الشيخ حسن. الشيخ حسن. والله الشيخ حسن ده شخصيا لطيفة. ايه موضوع ده. وكان نجم فيلم. كتابت انت النه مرضى حاجة عن الشيخ حسن. اه اه اه. انا قاعد بقالي يومين او ثلاثة يام. اه. اه. اتابع اه فصول الحوار استاخن جدا. اه. اللي كله مفاجآت. اه. اه. كل ما تقرأ حاجة. اه. والرجل اه الشيخ حسن. اه. اه. فاتح لينك مع الصحفيين. اه. اللي هو كارلوس كيروش. اه. اه. ده المعنى اخر. اه. 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 ده المعنى اخر. تمام. اه. فاتح لينك مع الصحفيين. لدرجة انه كل المواقع وكل من يتصدى للكتابة. اه. في هذا الموضوع. اه. يقولك تصريحات خاصة. اي. لية. اه. يعني ده 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 د حقيقة كمال مشهد الشهيل الفلمان القدير الراحل محمود عبداليش المفضح الدنيا كلها فيلم كتكات وحكى بقى حكى كواليس فانا الفرق بينهم وبين بعض ان كارلوس كيروش كان شافر المايك لا هو عارف ان المايك مفتوح زي ما كانت تصرفاته أثناء ما هو بيدرب منتخب مصر كان نفس الحكاية ما كانش بيخاف من حاجة وكان اللي في قلبه على لسانه يعني بس فيه فرق رد فعل أبطال فيلم كتكات كلهم كانوا مكسوفين وخايفين واللي بيستخبى واللي بيجري للأسف الشديد رد فعل الناس اللي ذكرهم بقى لا عادي لا بيردوا وطلعوا حرامي وطلعهم ليش في التدريب وطلعوا عايز ياخد فلوس مش فلوس وليه طيب انت ليه تتفاوض معها يعني بعد ما كانوا بيتفاوضوا معها ليه تتفاوض معها تاني ما هو ده برضو هيجرنا للجزئية الأسسية التحدي حلوة ملعوبة هو شريف الحقيقة أول ما أراها حلوة شجعني وقال حلوة وملعوبة حلوة واستاذ كالعادة ربنا خليه يرجعنا لإيه بقى ده يرجعنا لأخطاء وخطايا اتحاد الكورة لما هنمسكها من الأول لغاية النهاردة هنلاقيها حاجات كتير جدا في البداية جزء منها كان موجه لأندية يعني كانت فيه أخطاء مع الآلي أخطاء مع الزمالك بخصوص الخطابات اللي بتيجي لاتحاد الكورة ولا يخبر عنها الأندية نفسها أصحاب الشأن المرة دي اتحاد الكورة هو اللي بيحارب نفسه يعني أنا مش قادر أتصور أنه الفترة اللي احنا عايشينها من بداية من إنهاء العلاقة مع كيروش في ظروف غمضة يعني رغم أن وزير الشباب وليادة دكتور أشف صبحي كان يوصي بتجديده أو بقاءه مع المنتخب مش الراجل ومش عارفين إيه الأسباب الكاملة يعني اللي هي ابتدت تكشف دلوقتي يعني في الفترة دي ما بينهما بقى في عندك قرار اللجنة القضائية المشكلة من وزارة شباب الرياضة التي أدانت اتحاد الكورة وهنا لما بقول أدانته والإدارة التنفيذية آه أدانة الإدارة التنفيذية وممكن الإدارة التنفيذية ما تبقاش الأستاذ وليد العطار فقط ممكن للناس اللي معاه أيا كان بس كان يجب أنه اللجنة القضائية عملت اللي عليها أنت بقى تلتقط الخط وتشوف فعلا مين اللي أخطأ وتحسبه كده تكتمل الصورة وإلا الموضوع شكله مش هيخلص لأن النادي الآلي عمل النهاردة حصر للخسائر واخد بلد لا جايز خمسة مليون دولار أي يوم أنت بتكلم عن منظومة بتشتغل وهو عارف هو بيعمل إيه هي القصة ما رحش مثلا نسحب من البطولة وخلاص إجمالا إجمالا حتى أثناء البحث عن مدير فني جديد أنت إزاي اتحاد الكرة تفكر في كيروش وكابتن حزم إمامي يعني يا الله يكون فعونه ما يعرفش أن فيه أزمة أصلا تحت الرماد اللي أزمة المستحقات المالية أيا كان الرأينا فيها إيه يعني بس ليه تخليه يفتح الموضوع وهو في أزمة أصلا في أزمة أصلا يعني كان يجب كان لازم نخش فيها ونحلها لأول بعد وهم جميع حلوها بازت أكتر يعني جمع حلها مش عارف إيه هوات الشريف أنا هسألك سؤال واضح تقريبا أنا متأكد من أول ما حضرتك بدأت مشوارك المهني الطويلة الرائع الكبير تقريبا تكون بتناعش نفس المشاكل نفس الموضوعات نفس الأفكار عشان كده أنا بفكر نهاردة هسألكم في إيه فأنا حيث أن أنا بقول أسئلة أنت ممكن كنت سألتها في تمانين لقاء تليفزيوني وتمانين لقاء صحفي قبل كده وبناء عليه أنا عايز أشوف مخرج لده هنخرج إزاي هنخرج إزاي من دايلة المقفولة اللي هم نبدأ لقاعدين جواه ومش عارفين نلاقي نفس حتى أو متنفس منه أولا طبعا يعني بأكد على كلام الأستاذ جمال الزهيري في كل الأزمات دي وبرد على حضرتك طول ممكن أنا قولتها كتير ما الهواة والمتطوعين أو المتطوعين بيديروا عمل احترافي هتبقى دي النتيجة لأن انت في الآخر ما انتش عرفت حزبه يعني ما انتش قادر حتى يعني تقنع الناس اللي موجودة دلوقتي بتدير الكرة المصرية بأن هم عندهم أخطاء ويجب عليهم أن يتنحوا جانبا أو يستقيل ليه؟ وخوفك بقى بفزعة الفيفا والمساق الأولومبي والكلام دا كله فأنا مش هستقيل وإحنا مخداش فرصتي طني بقى وإحنا وإحنا وأنا لسه مخدش فرصتي طبعا يعني أنا بقى لدلوقتي 32 سنة في الشغلانة دي تبعت بقى وعصرت يعني أجيال عظيمة كرؤساء التحادات ومجالس إدارات وكلام دا كل للأسف شديد عبر 32 سنة ما شفتش مشروع أو برنامج انتخابي لقائمة أو لمجلس إدارة قدار اتحاد الكرة كله عشوائي وكله بالصدف حتى فوزنا بكاس الأمم 98 كان جهد كابتن جوري والمجموع اللي معاه فوزنا بتلاتة كاس أمم يعني مش عايز أقوله كان مخطط لي ولكن كان نتيجة جهد فرق دي من اللي هو حرب لما عمل دور القطاعات وأفرز لنا المنتخب اللي خاز اللي خاد 2001 برونزيت كاس العلم والمنتخب بتاع كابتن شاو غريب والمنتخب بتاع كابتن شاو غريب والمنتخب بتاع كابتن شاو غريب اللي خاد كاس الأمم 2003 وراح كاس العلم للشباب وضموا جهازين على بعض والجزء اللي جيه بقى اللي تفضل من 98 اللي كان فيه كابتن حسام حسن واحمد حسن واعصام الحضري وعب ظهر السقه ونضم ليهم بقى أبو تريكا وبركات والكلام ده كله أنا آسف على مقاطعة الاسترسال بس خليك فاكر كويس لو كنا نخسرنا من كودفور في نهاية 2006 كان المشروع ده كله ما كماش طبعا بالتأكيد طبعا لو كنا لو كنا خسرنا من السنغال فابل النهائي كمان لان كان فيه ضرب الجزاء واضحة لمنتخب السنغالي وعدت فصعدنا للنهائي وكسبنا براكلات ترجيح ربنا برضو رب إيد ربنا دعوات الجماهير للمائة وعشرين ألف اللي كانوا موجودين في الاستاذ ولكن المشروع نجح وكابتن حسن شحاتة اتوفر له ثلاث أجيال إضافة إلى إضافات الجديدة بطريكا وبركات والناس اللي كانتش موجودة باستمرار في المنتخب أو كان أول ظهور لها مع كابتن حسن شحاتة وربنا كرم وخدنا ثلاثة كاس أمم وربعة وكان الجيل ده يستحق أنه يوصل كاس العالم عشرين عشرة ولكن لظروف ما فما وصلناش فما فيش مشروع أو ما فيش أهداف معينة للتحاد أو لمجلس إدارة للونج طايم هنعمل إيه سبقات الناشئين بتتم بالهوى يعني أغلبها بيحسن بقرارات من التحاد بكرة يعني فيه مبارانة هائية ما تحسملش غد دلوقتي في دوري الشباء الناشئين وبين الأهل والزمالك حتى الآن نتيجتها من عفش مين بطل الموسم ده فأنت عندك أزمة قصة الأهم بقى وهي قصة الخطابات المخفية إن أغلب هذي الخطابات بيتم إخفاها بناء على اتفاق ما بين مجلس إدارة تحاد الكرة والنادي اللي موجه له الخطاب سواء خطاب بقى بقف قيد أو خطاب بغرامات مالية أو يعني مؤخرا سمعنا إن الزمالك عليه 78 مليون جنيه شمعنا شمعنا دلوقتي ما دي مديونيات بقى لها سنة واثنين ليه ظهرت دلوقتي قبل الترخيص ما دي أزمة وأكيد نادي الزمالك عارف إنه عليه كذا أو المسؤولين اللي كانوا موجودين في نادي الزمالك وأيامها لأنه هو بيجي يأيد فأنت عليك مديونيات فبعش تأيد فبيأيد طب إيه إلا تجد ولت ولا تقال حتستدد إمتى فأزمات كتيرة إقاف القيد أما أنا تعرف إن القيد موقوف والزمالك يروح يتعقد مع ثلاث لعيبة وبعدين يعلم بعد ذلك إنه ما فيش قيد فالثلاث لعيبة يمشوا من عنده كلها كوائز يعني تعرف إنه 18 نادي اللي موجودين في الدور الممتاز السنة دي ما فيش غير ثلاث أندية بس زيرو ديون للتعاد الكرة أهلي بيراميدز فيوتش بقيت الأندية كلها مديونة الزمالك ظهر ليه؟ عشان المشاركة في دورة أبطال أفريقيا فعليه مديونيات بل لازم الترخيص يروح إنه معلوش دي مديونيات أو عقوبات من الفيفا أو أولاق فأنت عندك أزمة في إدارة ملف كرة القدم في مصر وأزمة تورستها الأجيال وما فيش حد دور على حل مقنق ليه؟ لأنها الوجوه هي هي يعني حتى الأفكار يعني الوجوه ممكن تتغير يعني تتبادل مواقع والأفكار هي هي بيشتغل يوم بيوم يعني ما تعرف إن الجدول الدوري بيتعمل أسبوع بأسبوع أنا واحد من الناس بيشتغل في المهنة معرفش مين حيلعب فين يعني تلاقي الأسبوع حاجة مؤجلة وفي نفس الأسبوع حاجة مش مؤجلة أو أسبوع تاني دخل في أسبوع أنا بقيت أطلع على الهوى فبقودش الأهلي وبرمز بيلعبوا في الأسبوع الكذا تمام؟ ليه؟ هتلعب 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 أنا بكلم بصراحة اللي هو إيه؟ أنا بيتش عاري في الأسبوع ده إمتها ومفين؟ بس بتتكلم على الأسبوع الثمانتاشر وفي هنا بتتكلم على الأسبوع الثالث جزء الثاني في الأهم كابتن كيمو اللي هي جزئية عدم الشفافية يعني أنا النهاردة بأعمل قرع ما أطلع أوضح تفاصيل القرع دي وأتعمل إيه؟ أيوه ونظام حيبق إيه؟ أيوه بشرح للناس مش أعمل القرع وناس تعتارد بعديها طبعا أنا ضد قرار للتسحاب ده طب لأن ده قرار متسرع صح وغير محسوب العواقب صح أنا اعتارد بس اعتارد قبليها اللي أنا عارف لكن إنت ما عرضتش بشفافية تفاصيل القرع دي هل هتلعب هي طول عمرها ما موجهة هي طول عمرها موجهة يعني عارفين موجهة ليه؟ أي يعني موجهة عشان النهاء يبقى في جماهير بين ناديين جمهريين صح طول عمرها موجهة مش حاجة جديدة مش حاجة جديدة يعني يعني إلا في مناظر لما مثلا تلاقي إن مثلا أهلي لعب الزمالك مثلا في قبل النهاية أو في دور الثماني لكن طول عمرها موجهة يعني ما فاس صدف معروف إنها موجهة معروف ده عبامي لما الإسماعيلي قبل الزمالك في دور الثالثار الموسم المر صح في النفس النسخة اللي لسه ما خلصتش صح بس فين نقطة فين نقطة السشريف مهمة جدا إنه وأستاذ جمال لي شاركني فيها في قبل ما إننا فتحنا موضوع الإسماعيلي وكأس مصر إنه النهاردة قرية التصريحات اللي الكابتن عامل حسين بيقول إنه القرعة دي بتبقى موجهة جماعة في أي بطولة في العالم وبيستشف بدورة أبطال أوروبا وخلافهم بس ما فيش كاس في أي دولة في العالم بتبقى القرعة فيه موجهة عشان هدف كاس ما الكاس في الدولة نفسه الهدف منه إنه كل الفرقة نافذ بنفس التكافؤ الفرص تحديداً الكاس تمام فالكلام ده ما بيحصلش مرضو في أي حتى ممكن ممكن بس أنا بتكلم يعني أنا تركيزي على جزئية إيه إنه إنت النهاردة بتعمل القرعة وقبل إجراء القرعة بتشرح هتعمل القرعة إزاي اللي عايز ليعترض بيقوم وبتفاهمه لازم ترد عليه ما تقولوش إيه ما تنيموش هبقى أقولك لأ يعني بيقوله إيه استنى أنت بس كده هبقى كلمك في التليفون هقولك بعد خلاص معك كنت عملت يعني إحنا مش مش اللي اعتراض يعني أنا بعذر النادي الإسماعيلي في الكلام اللي قاله تخيل أول ما أنا قريت الخبر إن الإسماعيلي معترض أنا قلت إيه قلت يمكن أنا قريت القرعة غلط يمكن الإسماعيلي هيلعب مع الأهلي تخيل والمباراة مش هتبقى مثلا في إسماعيلية في الجمهور يعني مخي راح في حتة تانية لقيت لا ده بيتكلمه على القرعة موجهة أو سماها إيه موجهة الأرعى الموجهة بتتعامل أولا على طول يعني ما هياش جديدة مش أول مرة إحنا بالعكس ده إحنا لغاية قريب كنا بنقول مش عايزين أرعى موجهة تحت دوري ليه؟ الأهلي والزمالك يلعبوا في أي وقت أخي الدول أول وأخي الدول إذا ما هياش جديدة أو ما كانش النظام اللي ماشي أرعى حرة وإحنا خلناها موجهة يعني أنت فهم قصدي؟ فهي القصة كلها فيه برضو طريق التعامل اتحاد الكرة مع إدارته لكل الأمور صح يعني أنت النهاردة المفروض تبقى واضح زي ما قال السيد شريف كده إحنا هنعمل لأننا تبعت برضو آراء بعض الأندية مندوبين الأندية في تقارير يعني في التلفزيون ناس كتير موافقة طبعا أنت هتاخد رأي دا ولا دا هو الوحيد اللي اعترد مندوب نادي سيراميكا قال له أنا عايز أفهم على أي أساس هنعمل أرعى موجهة والتصنيف قال له ليش معنى السنة اللي فاتت قال له دا الدور اللي خلص دا الوحيد اللي اعترد يعني مندوب نادي إسمايلي حضر الأرع وصحب الأرع وحضرتك لما أنت معطرد معلش على إن الأرعى موجهة يبقى الأندية مش من حقها تعترد أن فيه كاسين أنا يعني أنتم تتكلموا فيها جماعة بس لا بس أنا سيدس جماعة لو تسمح كده كده الأندية اللي هتعترد على وجود كاسين ولو فاتنين دوري هنلعبهم لا أبتكلم من دوري ولو فيه كاس رابطة هنلعبه ولو عملوا بطولة كوانا هتلعبه عشان كل دي كل دي كلها فلوس خد بالك عشان لكن عندها ممكن تتكلم تقول لك إيه أنا مرهق ومش أسرعب البطولة دي بس هم عايزين لعبوها عشان دي بالنسبالة بس الاتحاد الكرة في بداية ما تولى المسئولية كان مش ناوي يعمل الكاس الأديمة هو كملها برضو ليه بطريقة لأ الأكتر مش عايز يخش في مواجهات معنا ده ده اللي أنا عايز ده الجزء الغير معلن يعني آه الجزء الغير معلن إنه اتحاد الكرة بيبص بيطبطب عالأمور وبيدلع لكن لو هو له رؤية وعايز يمشيها يبقى هو ده كلام وده مش ده للأسف مش موجود ولا ده ولا انت أشرت الحادة مهمة جدا اللي هي الجزئة اللي بتقول إن الأستاذ عام حسين لما رد قال الدوريات أوروبا وقلت إن الكووس وأوروبا بتتعامل عشان هدف اللي خدها ليفربولي السنة دي دي بيشارك فيها حوالي 740 نادي يعني الأوروبا بتتعامل بين 740 نادي في إنجلترا بس كل الأندية دي عندها جماهير أيوة كل الأندية يعني انت لو قرية ليها نادي ليه جماهيره صح وجماهير منافسة متحمسة جدا وبيبقى الحضور كامل العدد يعني في الموريات دي يعني شفنا الشامبونشيب والدور الدرجة الأولى أو التانية بيبقى الحضور الجماهيري طاغي 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 فهو مش ماشتني جمهور لأنه عارف إن الجمهور موجود فهدفه اللي بيرتقي بالبستوى الفني لكن إحنا ما احترامنا يعني لأندية الدوري كلها أنت ستة أندية بس اللي عندها جماهير وما احترامي لأندية اللي بيتمثل المحافظات 60 سرعين في المئة من الجمهور اللي بيحضر بيحضر مجاملة يعني ما بيقطعش تذكرة يعني ما بيقطعش تذكرة بيخش عدوا مجلس تذكرة موظف في النادي بيدي له تيكت يعني ما فيش حد بيدفع يعني يعني قالية أن أنت تحقق عائد مادي من الحضور الجماهيري في المباريات في الأقاليم وليلة جدا وإحنا كلنا من الأقاليم وعارفين الكلام ده كلها بتتمن بمجاملات يعني حتى لما كان في حضور جماهيري بشكل كبير وبيحضر في المدرجات هتلاقي أن 60% من اللي قاعدين قريب لأنهم عائلات وعارفين بعض فمش هيقطع تذكرة عشان يقش ماتش فكله بيبقى مجاملات وهدايا أو دعوات مجانية فللأسف شديد أنت لما تيجي قارن قارن بالوضع اللي عندك مش تقارن ب كاس انجلترا أو حتى كوس مش هتكلم في انجلترا بس في باية الدول الأوروبية في حضور جمهوري حضور جماهيري قوي ومؤثر جدا لذلك دوري الأبطال لما بتعمل كل سنة نائي دوري الأبطال أو كاسة عدل أوروبي بتعمل كل سنة في دولة لأنه عارفين في حضور جماهيري من الدولة حتى لو ملهاش ممثل وجماهير سهل إنها تروح لكن أنت بتعمله هنا في أفريقيا بانضام مباراة واحدة ومش ضمن حضور جماهيري يعني ما يعني لو السنة اللي فاتت مش هقول لروح بعيد الأهلي بلعب بلعب يعني لا يمكن لا يمكن حد حيتحمل تيكت بحوالي من 10-15 ألف جنيه عشان يروح ساعتين ويرجع صعبة جدا لكن أنت في أوروبا بالمترو بالقطر بتروح تيران سهل التيكت في المتناول موضوع كبير طيب شوز جمال عايز أخذك لنقطة مهمة جدا أنا النهاردة كنت بتكلم في المقدمة أنا متفاهم فكرة إنك ما تقوليش دلوقتي من المدرب اللي جاء المنتخم مصر تصوري إن إحنا متأخرين بس اتأخر براحتك عشان ما تقولش إنك تسرعت تاني خد وقتك خد وقتك بس أنا أكيد يعني من حقنا نعرف المعايير هتختاري أنت المرة اللي فاتت اخترت المدرب من غير معايير قلت إن أنا تسرعت قولي أنا هختاري المدرب اللي جاي المنتخم مصر على أساس 1-2-3-4 أنا محتاج منه إنه يكون راجل مثلا بيلعب كرة هجومية إنه يكون راجل مثلا بحيحط ناشينة أو شباب في منتخة مصر الأول وينزل بمعدة العمار إنه واحد ابني فريق ابني إنت حط لي المعايير كاتحاد كرة وأنا همشي وراك بس الأول قولي المعايير اللي اخترت بها المدرب عشان نحزبه معاك في الآخر للأسر لحال الوقت لا في معايير ولا في كمان أسماء بيتقالي إنها مرشحة وكأنه سر يعني رفع منه السر في المدربين ده عند الأندية إنه ما يعلنش لكن اتحاد الكرة زي كل الاتحادات الأفريقية كمان يقول لك أنا عندي عشر مرشحين هم دول عشر أسماء إحنا هنا ما نعرفش أي حاجة نزل هي المشكلة إنه هي الإدارة في اتحاد الكرة واضح من خلال الاستعراض اللي احنا قلناه السريع للأخطاء دي عدد قياسي في وقت قليل قوي اللي هو الكام منهم اختيار المدرب اللي هو إيهاب جلال يعني اللي أنا متعاطف معه جدا ده اتحرق ده ولعه فيه ليه راجل كان مرتبط مع نادي بيراميدز وإنت جبته وبراميدز ارتبط مع مدرب آخر وعين روح تسايبه في دقيقة فده حرام يبقى أنت غلطت الأول إنك تعاقدت معه مش على أساس مش موضوع معايير ما فيش معايير لا ينطبق معلش مع كل الاحترام ليه أنت ظلمته المرة الأولى لما اخترته من غير معايير ثم لما هو النهاردة المنتخب بصرف النظر عن الهزيمة من أسيوبيا دي حاجة يعني نادرة من النوادر يعني لكن مازال كل الفرق عندها ثلاث نقط فلو أنت اتحاد مختاره بثقة ووقف وراء ها؟ هتفضل وراء لكن أن أنت لمجرد الضغط الجماهيري أو أنه الناس زعلاني تروح بيعه أدي غلطتين صحيح فده لا ينبق يا أستاذ كريم الفترة الجاية بأن الاختيار ماشي على أساس بدليل أنه أكثر المرشحين للعودة كان كارلوس كيروش دلوقتي خلاص الدنيا قفلت فأنت هتبتدي تدور في سيكاك تانية يبقى إذن المشكلة بتاعتنا مفيش معايير مفيش تركيز على أسماء محددة وبوضوح وبعين أنا ملاحظ أن اتحاد الكرة أفراده بيشتغل فردي بمعنى إيه؟ إن هما بيطلع لك اتنين يتكلموا اتحرقوا أروح مطلع اتنين أيوة إيه يا جماعة فيه إيه؟ لأ يعني أنت كده لأ ما خلاص مفيش حد دلوقتي حيطلع غير واحد لأ يعني حرام كمان دلوقتي بيش حد بيطلع خارج عارف عارف اللي أهم وسجمال بعد إذنك إنه فيه للتحاد الكلام متحدث رسمي بيتكلمش خاص أيوة يعني دي أكتر حاجة أيوة عشان عشان هو متحدث الرسمي للتحاد الكلام لازل هيتحدث عشان هو في الفترة الأخيرة قبلها والله لا موجة ليه اتهمات أصلا الفترة الأخيرة هو فيه مشكلة فيه مشاكل فهو يقول لك نبعده شوية طب الأستاذ جمال علام طلع يتكلم شوية عمل مشاكل لا أقعد شوية دلوقتي هم العطر يسع على مين على كابتن حزم وبركات أحيانا ويهاب الكومي يعني كل واحد بيطلع يقول تنفستين كده بيقول بيراح أنا بتكلم بقى معجبه من طرف صراحة صح صح بس أنا بقول إن ده ظلم للمجلس نفسه لأعضاء المجلس لأن إنت هتيجي بعد كده هتلاقي نفسك مش لاقي ولا واحد يتكلم ولا يطلع يواجه وليه تتكلم لأ لازم يعودوا بص كريم لازم يعودوا مع بعض يا شفيف ويعملوا اجتماعات بجد ويقفلوا على نفسه يعودوا مع بعض على الواتس يعودوا مع بعض على الواتس لا يعودوا على الواتس إيه عجب مجروب لأ وده كلام طب أنا وإنت بقى عصب جروب بتاع الواتس ده إيه نعمل نكتة نقول اللي مش عارف إيه نبعت قلوب لبعض إنما إنما قصة إن أنت بتخطط لمرحلة طب إنت هل دلوقتي عندك أي نوع من الإطمئنان في أي اختيار هيتم طب ما إنت سهل قوي دلوقتي تيجي تختار أي حد طب إنت مطمئنة على الاختيار اللي جاءتش طبعا إحنا عندنا أزمة ألمانيا في 2006 نظمة كاس العالم قبل ما ينطلق كاس العالم كان كلينسيمن معروف إنه عيمشي ولوف مساعده حيبه مدير فني ألمانيا قبل كاس الأمم الأخيرة معروف إنه لوف حيمشي لأخيم لوف حيمشي وفالك من دارة باية المونيخ حيبه مدير فني بعد معروفة واضحة مش محتاجة مش صعبة أو يعني للناس عندهم رؤية يعني واخيم لوف ده قاعد 16 سنة مدير فني لمتخب الألمان حد بيم كاس العالم في 2014 وحق نتاج جهي ده وما بيحسبهوش بالقطعة ده مدرب عنده مشروع مشروع انتهى لغاية كاس الأمم الأخيرة شافوا في فالك مدرب صغير عنده فكرة عنده مشروع عنده أهداف حق نتاج جيدة مع باير مونيخ في وقت قليل رغم إنه جاي وراء كورديولا فقال لك ده يصلح إنه هو بالمشروع ده يكمل مع المنتخب ونبني عليه صحيح مبسوش بقى لنتائجه في التصفيات مبسوش لنتائجه في دوري الأمم الأوروبية اللي شغال دلوقتي رغم إنه خسر بعض المباريات لكن في مشروع وإحنا وراك لا المدرجات بتدير قرارات اتحاد الكرة في ألمانيا لا الإعلام بيدير قرارات اتحاد الكرة في ألمانيا إحنا هنا عندنا العكس على أي منطق رايح ترجع كوروش قد يكون مدرب جيد ولكن ما حققش الهدف اللي جي من خلاله رغم إن كوروش ده أتيحت له فرصة لم تتح لمدرب مصري أو أجنبي من 20 سنة هو كان كل كلامه وأنا جاي الكاس العالم صح ما تسألش عن أي حاجة تانية وبطلنا نسأل جه خاد أربع مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا في الكاميرون مطشين ليبيا والمطشين التانين في التصفيات خاد مباريات ديام على يبريا لعب ست مباريات في كاس العرب لعب سبع مباريات في أمم أفريقيا خسر في كاس العرب وطلع رابع طلع تاني إنجاز في الظروف اللي إحنا فيها ومعه حق في جزئية إن الكواليتي إيه على قد كده ما يقدرش عالك بس إحنا كان كل ده ليه بقى عشان تعمل منتخب قادر على إنه يوصل لكاس العالم اللي هو الحلم وإحنا سبناك أو ما اعترضناش على هدفك ما وصلتش كاس العالم إنت هنا في مصر جبت جول في دقيقة أربعة وستة وتمانين دقيقة بنشلت وعملين ندعي ربنا يسطر سنغرق باك روحت هناك جي في الجول في الدقيقة 75 بدأت تفوق إن إنت ممكن تخسر بجول تالي فنزلت شوية لعيبة عملوا حركة وتعدلت ووقت إضافي وخرجت بركلات ترجيح وواضح إن إنت ما كنتش مركز في موضوع ركلات الترجيح ده بدليل إن أحسن لاعب في العالم أهضر ركلة الجزاء وطلعنا بقى في الفيلم بتاع الليزر ودربونا وشتمونا وفيلم اللي حصل ده كله وعنعيد المباراة بأي منطق هترجعه بأنت لو أنت مقتنع بي مشيته ليه يعني لو أنت مقتنع إن ده مدرب كان عنده مشروع أو عنده طموح أو عنده أو عنده مشيته ليه وبتفاوضوا إزاي تاني ده يعني ده ده مأساة ده بحد ذاته مأساة إدارية وفنية يعني يعني بتقولك إن الناس دي مش وعي هي بتعمل إيه ومش هم يعني بيحرقهم أهدف تانية هو عايز يخدم تصورة مش هدفه نصحت الكورة هو إعلام هايج عليه جماهير هايجة سوشال ميديا مقطعهم وقتلهم آه لا واضيف لك هذا هما فعلا دلوقتي بفاوضوا مدربين كبار وهيدفعوا فلوس كتير لمدرب كبير هو عايز يجيب مدرب إسم زي ما حالك قلت كده عشان يردي الجمهور أنا ضد الفكرة دي خالص وأنا كمان أنا ضد إن أنت تروح تجيب لي مدرب إسم يجي يأكل عيش في مصر احنا أنا عايز مشروع أو نموذج زي هيرفر ناري ايوه ده النموذج وكان متاح للأسف وجابه أجيري يعني كان متاح أنا عايز مأحد زي ده نقل الكرة في زامبيا في كودفوار في المغرب في السعودية يعني الدوري السعودي اللي هو أقوى دوري في المنطقة دلوقتي قوته من قوة المحترفين اللي فيه من قوة الأسماء المحترفين اللي فيه لما يبقى عندك في كل نادي سبع أو تمن محترفين وكلهم أساسيين في الملعب أنت عندك بس أربعة سعوديين بس ومع ذلك عندك منتخب يعني احنا هنا بنقولك لأ أصل المحترفين بوازد دوري ومصر ما فهاش رأس حربة ومصر ما فهاش مهاجم ومبلاش حالس مهاجمش حالس مهاجمش خلاص فأنت من الدوري ده طلع منتخب تصدر مجموعته في كاس العالم وعندوهم فريق 23 سنة فايز ببطولة أوروبا ببطولة أسيا لسه مؤخرا ودوري هو الأقوى في المنطقة العربية فأنت ما تقنعنيش المحترفين لأن احنا بنجيب محترفين للأسف الشديد كل يوم تسمع صفقة سوبر الصفقة مش عايف إيه وبعدين تفاجأ لعيب عندك ناشئين أفضل منه واضح أن ده بيزنس واضح أن ده بيزنس من وقلق لعبين ومدربين ده انت أول واحد يقعد هنا يمشي معايا في الرأي ده أنا أنا بجنب من فكرتي يقولك إيه قالي للمحترفين في الدوري المصري تلاتة ما تجيبش حراس أجانب أو الكسة حراس أجانب دي لو ما تجيبش حراس أجانب عشان مصريح المنتخب مصري آه يا باشي احنا احنا عندنا حراس كويسين بس كويسين على قد الدوري المصري احنا ما عندناش ولا حارس بيجي له عرض في أوروبا عشان أخيرنا الدوري المصري المستوى اللي احنا بناره يعني احنا كده استفدنا هيقولك تب ما بس المنتخب كده عنده حراس كبار بس ما عندناش مندي ما عندناش مندي وما عندناش ياسيم لعب جول ولا هيامل هجمة نجمي النجوم وابطل العالم طب يا عم فين ده بقى عقده على المنتخب سياسة التدليل والسوشال ميديا بتحكم فيه قراراته المدربين والقدارات للأسف الشديد للأسف الشديد نحن يعني السيارة تعود للخلف مش هنتقدم كده مش لو الجماهير والإعلام أدار الكرة المصرية هنروح في ستين دي طيب سيد جمال أنا عايز في ديئتين تقول لي بسرعة كده يا جماعة ابدأوا بيقطع الناشئين نعملوا مش عارف ايه يعني دينا بس روشتة ولو بسيطة أنا عايف روشتة اتكررت برضو كتير عايف لنا بايت منطرة وليه أكلشيات مش هنكلنا عشرة بس لازم نبدل ماشيين وراء المركب حتى ما توصل لبرا الأمان لازم نفضل عشان سيبها تغرأ بالضبط هو طبعا الاهتمام بمنتخبات السنية الأقل صح مهم جدا وده كان نتيجته واضحة قوي في الفترة اللي تكلم عليها اللي هي من قبل 2006 اه اللي هي وصلتنا لكاس عالم وخدنا بطولات أفريقيا صح وعملنا ميكس كويس قوي حتى من الأجهزة الفنية كابتن شحاتا وكابتن شاوي وحمادة صدقي وإحمد سليمان المجموعة دي وكان واضح أنه فيه ما يشبه المشروع ما يشبه التخطيط فيه كمان تجربة كانت أيام ما هي كانت أيام الكابتن عصام عب منا هيقول هار لأن الكابتن عصام جرب تردلي وبعين تردلي كان عاوز يشتغل حلواطس كانش ليواطس أيامها بس هو كان عاوز يديرها كده من إيطاليا من إيطاليا فهو غير على طول وبرضه اختار مدرب بس على أساس صح فالخلاصة أنه إحنا لازم أولا اتحاد الكورة ينسى الأخطاء اللي وقع فيها وأمامه الفرصة ما زالت قائمة للإصلاح للإصلاح عشان برضو ما نبقاش لإن إحنا ممكن نغير اتحاد الكورة بس هيجي اتحاد الكورة بنفس الفكر صحيح إحنا عاوزين اتحاد الكورة دا يعودوا بس شوية يا جماعة يعودوا مع بعض أكتر من كده قول إيه لا بس يعودوا وتكلموا كفية أول كده يعودوا مع بعض والله العظيم هيطلع أفكار كويسة والله لا دا لو ما طلعش ما فيش فايد بس الحل الحل فضل الحل إحنا مش هنقدر نمشي اتحاد الكورة ولا هما هيستقيله وما قاعدين لأربع سنين حال سنتين ونص لجنة فنية الدولة ممثلة في وزارة شباب الرياضة أو اللجنة الأمبية تختار لجنة فنية من خبراء القرى المصرية من خبراء الحقيين لهم عايزين مصلحة الكورة خلي التحاد الكورة يختار لا 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 مش هيختار هايجي 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 يعني طرحوا أسماء اللي هي بتشتمهم عشان يأديه عشان يأديه بس هي انت حالك قلت جملة جملة حلوة أوش خبراء حقيين ايو 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 مش واحد عايز يبقى يعني النهاردة يبقى خبير وبكرة يبقى عضو مجلس دارة ده ده أفضل هو بكرة يبقى مدير فن ده أفضل خبير شكرا 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 جزيلا ده ختام الحلقة ختموها مسك مع ساد زكبار وساد جمال الزهيرة وساد شريف عبداليادي رب تكونوا استمتعتم معانا في رقم عشرة النهاردة أشوفكم يا رب على الف خير شكرا 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 شكرا